اشتركوا في القناة تتفحم قدام عينينا ومحدش عارف ايه السبب ولا ايه اللي حصل اصلا ايه اللي حصل في مبنى مدرية امن الاسماعيلية يا ترى زيه زي اللي حصل في مبنى الامن الوطني في العريش زيه زي اللي بيحصل في مصر كلها كل يوم بقالوا اكتر من عشر سنين عشر سنين لو عايز توصفهم هتقول انهم خراب وضمار واستنزاف للبلد المسكينة دي طبعا خبر مخيف مخيف لان منظر وحجم الحريق وحجم الضمار اللي حصل في المبنى والتوقيت اللي حصل فيه بعد تصريحات عبدالفتاح السيسي مبارح دخلينا نخاف ونخاف قوي على مصر لخاف نخاف لان الطرف التالت تقريبا بقى واضح بقى وشه مكشوف بقى بيهددنا ومستعد يعمل اي حاجة عشان يفضل قاعد على الكرسي يا جماعة الناس كلها بتضرب اخماس في اسداس هو ايه اللي حصل هو يا ترى ده حريق قضاء وقدر يعني ولا حريق مدبر ومفتعل طب اخبار الافراد اللي جوه ايه اخبار الزباط والجنود والامنا والناس اللي جوه اخبار المعتقلين اللي محتجزين مثلا في امن الدولة اللي في الدور السابع اخبارهم ايه هما كمان يا ترى اتعمل فيهم زي ما اتعمل في عربية الترحيلات في حد تساب يواجه الموت والحرب ايه اللي حصل الحريقة دي حصلت ازاي اصلا هو عادي زي ما شفنا فيديوهات على السوشيال ميديا شفناها لبداية الحريق والنار اللي بدأت فوق في الدور القابل الاخير وكان فيه نار تانية تحتها في مكانين مختلفين في ادوار تحت هو ده لو ماس كهربائي ازاي يبقى في اكتر من حتة في المبنى في نفس الوقت طب ده لو مش مفتعل ليه ما تلاحقش بسرعة فين فرقة الطوارئ اللي موجودة في المدرية نفسها يا جماعة مدرية امن اسماعيلية في حتة مهمة جدا احنا قدام التمسيح قدام مبنى الارشاد اللي بيدير هاي القناة السويس على بعد مئات الامطار من الممر الملاحي في النظام الدفاع الزاتي بعدين المنطقة الحيوية دي زي ما قلتلك فيها حاجات مهمة جدا مباني مهمة جدا مش الاسماعيلية للبلد كلها ده فيه كمان ما قرر الجيش التاني الميداني هل كل دوري ما قدروش يتحركوا بسرعة ويطفوا الحريق طيب ليه اتأخروا ليه اتأخروا لما الحريق دمر المبنى كله المبنى اتصفصف جاء قاعا صفصفة يعني كله اتحرق فيه اسئلة عايزين نسألها مع بعض مش انا اللي بسألها دي موجودة على السوشال ميديا على سان حضراتكم هل الحريق ده رسالة من السيسي مثلا تكملة لرسالة السيسي اللي قالها مبارح يا انا يا الفوضى الناس بتسأل الناس بتقول هو ده عمل السيسي عشان يخوف المصريين ولا ايه الحكاية ولا ده مسك هربائي ولا ده مثلا سخان كان عسكري بيسخن عليه حاجة فانفجر اسئلة كتير وكلها بتحمل الخوف والقلق خوف على البلد والقلق من اللي جاي اسئلة كتير لازم حد يجاوب عليها لاننا دخلنا مرحلة خطيرة والله اللي جاي صعب وخطير حساس جدا مرحلة خطيرة دي كلنا لازم نرفع ايدينا ربنا ونقول يا رب احفظ مصر وطلع البلد من المرحلة اللي جاية دي على خير انا عايز بس اقول حاجة هنا عن مبنى مدرية امن اسماعيلية كلنا عارفين ان 25 يناير هو عيد الشرطة المصرية العيد ده كان توصيق واحياء لذكرى مهمة جدا على قلب كل حد شغال في الشرطة وكل مصري القوى الغاشمة اللي كانت بتحت المصر ومدينة اسماعيلية بالتالي حصرت اسم البستان يوم 25 يناير سنة 1952 كان فيه مواجهة مسلحة استبسل فيها زباط وافراد الشرطة المصرية ورفضوا ويستسلموا في الوقت ده وزير الداخلية كان فؤاد باشا سراج الدين من حزب الوفد لما قالوا له نعمل ايه قال قاتل حتى الطلقة الاخيرة والنفس الاخير كان من ضمن الزباط اللي متحصرين في اسم شرطة البستان في مدينة اسماعيلية وبيواجهوا الجيش البريطاني كان زابط صغير اسمه صلاح زلفقار ايوة اللي بعد كده بقى فنان وممثل شهير ولاد مصر في اليوم ده من الشرطة استبسلوا قدام الانجليز ويعني كبدوا العدو خسائر وما طلعوش من اسم البستان الا بعد تدخلات ويعني لما خلصت زخيرتهم فعتبر اليوم ده يوم شرف للشرطة المصرية اسم البستان ده مع الوقت تم هده واتبنى مكانه مدرية امن اسماعيلية فاللي عايز يوجه رسالة قوية للشرطة هيروح لها في مكان عزيز جدا عليها مكان مهم جدا في تاريخ الشرطة المصرية وتاريخ مصر كلها مدرية امن اسماعيلية اللي على انقاض اسم البستان اللي حصلت فيه ملحمة الشرطة اللي بيحتفل او بتحتفل الشرطة المصرية بعيدها في 25 يناير بناء على الحدث العظيم ده يا طرى دي رسالة حد عايز يوصلها ولا ده ناس ممكن تكون بعدت بتفكيرها شوية دي اطروحات موجودة والناس بتسألها بالمناسبة مبنى مدرية امن اسماعيلية تحديدا الدور السابع ده مخصص للامن الوطني ويا ما ناس من اهالي اسماعيلية وردوا عليه وعارفينه يا ما ناس من سينة وردوا عليه وردوا على الدور السابع الكلام اللي بتقال ان اسماعيلية شافت حملة اعتقالات في صفوف الاخوان المسلمين اول امبارحة خدوا عدد كبير منهم حوالي 300 يا طرى حد من دوري كان موجود في المدرية وقت الحريق طيب مصرهم ايه انا عايزك بس تفتكر حاجة مش عارف ليه علاقة ولا لا بس هي اكيد ليه علاقة عايزك تفتكر ان اول مقر امن دولة تم حرقه ايام صورة 25 يناير كان في مدينة اسماعيلية كان امن الدولة عندهم مقر كبير ومستقل جنب المدرية نهاردة المقر بتاعهم اتنقل بعدها لمدرية الامن وتحرق والنار بدأت بيه او بدأت منه في بعض الناس بتقول كلام زي ده ما حتش عارف فين الحقيقة ايه اللي جرى احنا حريصين على كل اللي في المدرية سواء زباط او امنة او افراد او مساجين كل دول ولاد مصر الناس برضو في حيرة الناس الان ايه اللي جاي وايه اللي بيحصل ده اللي اكيد هتكشفوا الايام اللي جاية وحنشوفوا مع بعض لان الايام اللي جاية حبلة بالاحداث بكل اسف حريق مدرية الامن نتج عنه 38 مصاب زي ما الاخبار قالت لنا واتوفى المقدم محمد لبدة جراء الحريق اللي حصل في مدرية امن اسماعيلية امبارح واتى على المبنى كاملا زي ما حضراتك شايفين معنا صورة المقدم محمد لبدة اللي توفى ده المقدم محمد لبدة مفتش الامن العام اللي توفى امبارح وطبعا كان بيقوم بدوره او بشغله فقدر تقول انه استشهده هو بيقدي دوره المقدم محمد لبدة مفتش الامن العام في حريق مدينة امن امدرية امن اسماعيلية اللي حصل امبارح خالص التعازي لأسرته وللشعب المصري كله ولأهل اسماعيلية وللشرطة المصرية تعالى نشوف صور المبنى قبل الحريق وبعد الحريق علشان تعرف وتشوف حجم الضمار والخراب عشان لما اقولك حاجة خوف انا مش بقول الكلام ده من فراغ ده مبنى مدرية امن اسماعيلية كل الاسماعيلية عارفينه كويس قوي وشايفينه تمام مبنى مهيب وكبير وشاسع ده قبل الحريق ده بعد الحريق لكن انت تدخل المساحة دي كلها والادوار دي كلها بالمكاتب بالمعدات با وا 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 اتحرقوا انا عايز اقولك ان ده في مكان مهم جدا مش عشان بس الدنفا وشاطئ الدنفا جنبه اصلف وسط البلد وورا مش عارف هتروح عند منطقة الفرنج لا لا مش ده انت جنبك مبنى الارشاد بتاع هيئة قناة السويس يعني لو تجيبونا خريطة اكون شاكر جدا لو قدرتوا تجيبوها اكون شاكر مبنى الارشاد اللي بيدير هيئة قناة السويس جنبه القناة نفسها مش بعيد قناة السويس نفسها المجرى الملاحي القناة المش بعيد كل ده وعايز اقولك ان في المطافي او الدفاع المدني بتاع اسماعيلية مش بعيد عنه ده غير ان المدرية نفسها عندها وحدة تدخل عندها وحدة طوارق عندها وحدة آآ دفاع مدني هل اللي حصل كان اسرع منهم النهار كانت اسرع من الكل وقتت على المبنى كاملا ولا في حاجة تانية احنا مش عايزين نروح للحاجة التانية ورينا الخريطة من جوجل كده طيب قرب لنا شوية شوية صغيرين بس كده هنا عشان بس نقول للناس هنا ده مبنى مدرية امن اسماعيلية هنا بحيرة التمساح وده مجرى قناة سويس قرب لنا كمان شوية لو سمحت طبعا هنا الملاحة منطقة الملاحة ادخل كمان بس كده شكرا لك شكرا لك جدا ده المبنى هنا ودي ترعة اسماعيلية وهنا فنادق كبيرة مشهورة اللي بيروح اسماعيلية عارفينها كويس ومدارس والمنطقة دي يعني منطقة اسماعيلية القديمة يسموها في اسماعيلية منطقة حيلة فرانج وبعدين توصل لمنطقة مدن المطافي وجامع المطافي والمنطقة دي كلها طيب هنا دي المحطة الجديدة برضو منطقة في اسماعيلية اللي عايشين هناك عارفينها وهنا حضرتك المنطقة دي فيها المبنى مبنى هيئة الارشاد لقناة سويس دا المبنى اللي بيدير خناة سويس ممكن نيجي كده شوية لو ممكن وهنا على بعد يعني مئات الأمطار تعدي معايا بس كده تجيلي نحية التانية شوية هتلاقي مبنى هتلاقي الممر الملاحي لهايئة للقراءة نفسها دي خناة سويس يا جماعة دي الكنال دي الكنال وهنا بقى جزيرة الفورسان والماريكيور وكارفور هنا وا 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 في حتة حية جدا 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 لأبعد حد بس كده حتودينا سينة او انت وديتنا سينة خلاص فإيه اللي حصل محتاجين حد يرد علينا وحد يقول لنا إيه اللي حصل لو صغر صغر الخريطة كمان عشان الناس تبقى شايفة صغر الخريطة شوية كمان لا صغرها لا 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 أكبرها أنا آسف كبارها أيوة كده كمان 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 شكرا لك بس بص في قلب البلد قلب اسماعيلية جنب بحيرة التمساح وجنب الممر ممر قناة السويس واللي راح اسماعيلية أكيد مره من هناك لو رحت حتى الفيلا بتاعة ديلي سيبس ورحت الملاحات ورحت على الكباري المعلقة القديمة والهويس بتاع الإنجليز حتلاقي مدرية الأمن فانت أكيد مرت عليها إيه اللي حصل فيها تعالوا نشوف مع بعض فيديو لأول لحظات الحريق ركزوا فيه حتلاقي النار بدأت من فوق من الدور اللي فيه أمن الدولة زي ما النشطاء على سوشال ميديا وشهود عيان موجودين في المكان قالوا هما بيصوروا وردينا الفيديو ده المشهد ودي بداية الحريقة أو بداية الحريقة زي المصريين بيقولوا وبرضو فيه نار في أدوار تحت زي ما قلتلك لو شفت الفيديو يمكن تعدهولنا جنبنا هل لأن التصوير من وراء المبنى هل النار كانت يعني مشتعلة في الوجهة ومسمعة في التلات أماكن دول بس هل ده جايز يعني جايز كل شيء جايز ما نقدرش نجزم بحاجة لغاية لما تظهر الحقيق وأنا تمنى أنها تظهر فيه فيديو كمان بيوريك حجم الكرسى وحجم النيران اللي بتلتهم المبنى كان عامل إزاي شوفوا تابع معايا مخيفة لا خلي الصوت شغال يعني شوف الصوت مخيف الصوت مخيف المصور ده مواطنين موجود على سوشال ميديا على اليوتيوب وعلى تويتر وغيره بص يعني النيران أتت على المبنى بالكامل لك يا أنت في خير النيابة قالت في بيان أولي أن المبنى تفحم منطقي منطقي بص معي المشرب عامل إزاي خليه خليه في الشاشة كلها خلي الناس تشوف خلي الناس تشوف يعني خسارة 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 للبلد خسارة للبلد خسارة خسارة لمصر خسارة الفلوس دي خسارة الإمكانيات دي وخسارة يعني صراواتنا ومحضراتنا اللي بتروح خسارة جبيرة وللأسف كمان في خسارة في الأرواح للأسف بكل أسف المبنى ده شكل المبنى هما بيحاولوا يبردوا أنا كنت مستقرب جداً أن اليوم السابع بتقولك تمت السيطرة على الحريق تم سيطرة بعد ما حرق المدرية كلها تمت السيطرة كنوا عايزين النار نجيبها منين يعني من البر هناك من البر الشرقي للكنال للأسف تم حرق المبنى بالكامل زي ما حضراتكم شايفين أنها بقالت زي ما قلت لك أن المبنى تفحم بشكل كامل للأسف بكل أسف المنظر ده كان النهاردة الصبح في مدينة سمالة أنا بكرر دعواتي للمصابين وبكرر دعواتي للمتوفي ربنا يرحم المتوفي ويشفي المصابين وأتمنى ويتمنى كل مصري أن الحقيقة تظهر والمصريين يعرفوا إيه اللي حصل لغاية لما ده يحصل لازم نبص كويس ونشوف اللي جاري وحاصل في البلد من عبد الفتاح السيسي إيه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل في البلد وإيه اللي بيعمله عبد الفتاح السيسي وإيه اللي بيقوله وإيه اللي بيعمله بالأخص مع المرشح المحتمل للرئاسة أحمد التنطوي لأن في ظنني الحريق اللي حصل في مدرية أمن اسماعيلية مش هيبعد عن المشهد اللي حصل في مصر كلها قبل ما روح فاصل وريني النيابة العامة النيابة العامة طلعت بيان بس ما قالتش أسباب هي قالت إن مبنى مدرية الأمن تفحم بالكامل ولسه ما حدش بيقول أسباب والوزير كان هناك النهاردة وانتدب يعني مختصين للوقوف على أسباب الحاصل والحريق اللي التهم مدرية أمن اسماعيلية بالكامل طيب هنطلع فاصل ونرجع علشان نشوف اللي حاصل هتمعنا الخبر تبرين الخبر معلش قبل ما نطلع على الفاصل السيطرة على حريق مدرية أمن اسماعيلية وبدأ عملية التبريد السيطرة بعد أن أتى على المبنى بالكامل أنا معرفش دي صياغة صحفية ولا دي صياغة إيه بالصبت لأن الكلام ده مش حقيقي إنت سيطرت عليه بعد ما حرق المبنى بالكامل ده شيء عجيب وغريب جدا 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 نعموما بكرر مرة ثالثة يعني تمنياتي بالشفاء للمصابين والرحمة لمن فقدوا حياتهم في أماكن عملهم نتيجة حريق حصل مش عارفين سببه إيه حصل في مدرية أمن اسماعيلية المبنى المهم في المكان التاريخي المهم للشرطة المصرية كل الشرطة المصرية فاصل عشان نرجع نشوف آخر أخبار عبدالفتاح السيسي والانتخابات ومصرحية حكاية وطن بمنتهى الأريحية عبدالفتاح السيسي بيكمل مصرحيته والسامجة حكاية وطن حريق بضخامة وبشاعة الحريق اللي حصل في اسماعيلية مبنى حية ويحساس ومهم زي مدرية الأمن اللي هو قريب جدا من هيئة قناة السويس ومن المجرى الملاحي ولد بالو عبدالفتاح قاعد مرتاح وده يخلي كتير من أصابع الاتهان بتشاور عليه ليه بيتجنوا عليه لا لأن عبدالفتاح السيسي ببساطة مبارح قال الكلام ده كنت بكلم مما السادة المجلس القضايا الأعلى الصبح وقلت لهم تخيلوا أن أنا ممكن أهدي مصر باثنين مليار جنيه طولنا استغربوا قوي قلت لهم قدي بكتة وعشرين جنيه وشريت رمضول لمئة ألف لمئة ألف لمئة ألف إنسان مظروفه صعبة مظروفه يا دكتور مصطفى هنزلوا ليعمل حالة بكم لو أنا مش هديلهم بقى عشرين دنيا غليت هديلهم ألف جنيه هديلهم كامل دكتور ألف جنيه المئة ألف بقى بكم بمئة مليون جنيه هنزلهم كامل أزواء كامل حشر أسابيع بكم بمليار جنيه تفهموا إيه؟ من واحد المفروض إنه قاعد على كرسي رئاسة الجمهورية يا ترى كان بيتكلم الكلام ده مع أكبر قضاء في مصر المسؤولين عن تحقيق العدل في الأرض كان بيقولهم الكلام ده ليه؟ يا ترى يليق بمقام رئيس الجمهورية بين قرسين طبعا إنه يقول باكتة والله العظيم أنا ما كنت عارف يعني إيه باكتة ده أنا فكرتها باكت يعني حاجة بقى فيه سندويتش وعصير وكلام كده إنما عرفت من السين إنه قصده باكتة بانجو وبيقولها بكلم بلفظ الإدارجية المعلمين عشان كده طبعا من مبارح في حملة علشان الفيديو ده يتشال من على السوشيال ميديا كلام ده مش أنا بس محدش من المصريين ولا العالم كله قادر يستوعب لحد الوقتي السيسي كان بيقول إيه عايز إيه ومفيش تفسير للي قاله غير إنه يمكن هو اللي كان واخد ترامدول بقى ولا كان واخد مخدر تاني ولا حاجة أو يمكن كان بيهزي بالكلام وبدأ يجيب أفعاله وجرائمه اللي قام بيها في حق المصريين بالفعل بيقولوا إن البني آدم لما بيكون تحت تأثير المخدرات أو البنج بيهرفض بالكلام شوية بيخرف أو بيقول حاجات حصلت في حياته بالفعل بيقول حاجات عملها في حياته واضح إن السيسي بيعترف لأنه تلغبط في الكلام لما جاي يقول في آخر جملة زي ما عملت واتلغبط وحب يعدل في قال زي ما عملنا واتلغبط تاني وقال حب يعدلها عشان يرميها على الشعب ويقول زي ما عمله قبل كده وتم قطع الكلام طبعا المونتاج اللي شغال سيء لدرجة إنه يفضح السيسي بسهولة جدا يا جماعة السيسي بيهدد بشكل واضح يا أنا يا الفوضى ودي طبيعة العسكري البليد الفاشل المهزوز أو الخاين لما يحكم مع طبعا الاختلاف في درجة وحدة الخطاب العسكري لما يفشل ما يقولش أنا فشلت أو أنا غلط الخلاف الرئيسي اللي حصل بين زباط مجلس قيادة قيادة ثورة 52 كان بسبب كده اللي هو محمد نجيب الله يرحمه كان عايز يسلم البلد للمدنيين وعبد الناصر ورفاقه كانوا شايفين إن الديمقراطية فوضى وده اللي قاله مبارك في آخر اخطاباته مسألها بشياك فكريم لما قال هناك خيط رفيع يفصل بين الحرية والفوضى كان مبارك ورسامته لكن المعلم عبدالفتاح فيلسوف فقال ليه طريقته الفريدة في التعبير السيسي بيقولها بوضوح سواء بيقولها لنا كشعب أو بيوصل رسالة لأطراف في معسكره في معسكر الزباط اللي بيضغطوا عليه دلوقتي علشان يمشي وكفاية عليه كده سواء بيقول للشعب أو بيقول لينا أو بيقول اللي معاه في نفس صفه بيقول لهم أنا مش هسيبها بسهولة هو عارف ومجرب وقال لكم اهو يقدر يهد البلد ازاي يا جماعة عبدالفتاح السيسي خلى سريتنا على كل لسان عبدالفتاح السيسي خلى سيرة مصر والمصريين على كل لسان خلى مصر اضحوك للعالم حرفيا تخيلوا لما واحد المفروض انه في موضع الرئاسة يقول باكتة وترامدور وموقع عالمي زي السي ان ان ياخد كلامه ويفسره بالشكل الفضح اللي هتشوفه قدامك ده بص على الشاشة ده كلام السي ان ان والله انا عرفت من كلام السي ان ان قصده ايه باكتة تتخيل طلعت الباكتة دي يا سي دي باكتة كده كيس بلاستيك صغير بيحطه فيه بانجو انت متخيل اهو البانجو 20 جنيه وشريت ترامدور بس هنا انا عايز ما تقولوش انها حاجة صغيرة لا حاجة مهمة السيسي برضو بيعترف لكوا اعتراف كويس ان اللي كان بيعمله في 2011 و2012 و2013 اللي كان بيعمله باكتة بانجو وشريت ترامدور دلوقتي بيحتاج برضو يعمله بشريت الترامدور وباكتة البانجو و1000 جنيه اعتراف ضمني يعني ان الدنيا غليت وال20 جنيه زمان ايام ما كان في الحكم مش على كيفه دلوقتي مضطر يدفعهم 1000 جنيه ده الفرق ان العملة في عهده بقت كتير او ملهاش لازمة دي حاجة كده على جنب ما تركزوش فيها كتير الفضيحة دي مش هتزول ومش هيعرفوا ينسوها للناس حتى لو صبيان السيسي قاعدوا يجملوها زي اليوم السابع اللي شغالين لسه قفاقين بيحاولوا يزوروا بيحاولوا يضحكوا على الناس بيزوروا مش بس التاريخ دول بيزوروا الواقع اللي احنا لسه عايشينه لسه طازة السيسي قال قدام حضراتكم من شوية ايه تعالوا شوفوا هم كتبوها ازاي كتبوها بشكل مختلف تماما قالك ايه الاخوان واي جماعة متطرفة ممكن تهد البلد بتنين مليار جنيه والمصر تجربة مريرة والرئيس لو بتفهموا يعني ايه امن قومي مش هتستكتروا اللي بنعمله حد سمع السيسي بيقول الاخوان لا هو قال انا كنت قاعد مع هيئة القضاء وقلت الهيئة القضاء الاعلى دي وقلت لهم كذا 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 فتقوم اليوم السابع بسرعة قولك لا دقاء قال الاخوان مجرمين مجرمين ودجالين وبيغيبوا عقل الناس والناس لسه حضرها ده حتى يا راجل علاء الاسوان وعلاء مبارك مش عجبهم علاء الاسوان بيقولك كلام عبدالفتاح السيسي ده بوضوح تهديد وملوش معنى تاني وبيقولك ان الاسلوب ده اسلوب معروف استخدمه جمال عبدالناصر زمان واحنا عارفين ان السيسي بيحب يجيب وينفذ من كتاب عبدالناصر مع الفرق طبعا بس هو بيحب يجيب ومش عايز يقول ان فيه فرق ستين سبعين سنة ادي كلام علاء الاسواني قدامك بيقول قال خالد محي الدين في مذكراته ان عبدالناصر قد دبر انفجارات في عام 1954 في الجامعة وفي جربي وفي محطة السكة الحديد وقد اعترف ناصر بذلك امام عبداللطيف البغدادي وكمال حسين وحسن ابراهيم كان الغرض من التفجيرات تخويف المصريين من الديمقراطية لانها ستؤدي الى الفوضى نفس السيناريو بالمناسبة عبداللطيف البغدادي وكمال الدين حسين وحسن ابراهيم دول زباط من الزباط الاحرار من تنظيم الزباط الاحرار اول ما مش حد غريب حتى البغدادي ده كان طيار ضابط طيار يعني حتى علاء مبارك نفسه صار عليه ان الكلام ده يتحشر فيه المجلس الاعلى للقضاء المؤسسة اللي قلتلكم انها المفروض ملاز الناس ممثلين العدل حسن المجتمع والشعب ازاي يتقلهم ترامدول والف جنيه وهد البلد وبكاتة بانجو تعالوا معايا شوفوا علاء وهو بترحم على ابوه وبصراحة في دي عنده حق اه والله عنده حق صحيح مبارك كان فاسد وخاربها ومكن الحرامية من البلد في اواخر يامو لكن كل حاجة في زمن مبارك كان ليه أصول وحدود ما كانتش بالفجاجة والرخص ده اجي علاء رحمة رحمة الله عليك يا مبارك كلمة للرئيس مبارك رحمه الله رحمة الله عليه 9 يناير 2011 من داخل دار القضاء العليم مبارك يعني يعني اكتر حاجة كانت خفيفة قالها مبارك لما قال ايه يا راجل خليهم يتسلوا انما ما كانش بيقول لا ترامل مرة قالت كبر مخك حفر في الورق ومش عارف ايه انما يقول بانجو وبكتة ده اللي كانناس عملوا صباح الخير يا شعب ده اللي كان الناس اتعامل مبارح انا قاسف بس بيكلمنا يعني المفروض يقول لنا ناس صباح الخير الشعب اصطباح النهاردة ولا ايه ده اللي كان عام علاء مبارك بيترحم على ابو بيعيد نشر فيديو لمبارك وبيحتفل بيوم القضاء مع القضاء في الدار القضاء العليم وبيشيد طبعا وحقه ان ازاي كان بيحترم القضاء وبيشيد بيهم اي نعم في قضاء تهانوا والضربوا ايام مبارك لكن ما وصلتش لدرجة البنجو والبكتة صراحة في المشهد ده ما نقدرش نغفل الحجد اللي بيتم النهاردة بالمئة جنيه والوجبة انا قلتلكو عليه من فترة وقلت عليه في الفيديوهات اللي بعملها على حسابي الشخصي او قناة شخصية على اليوتيوب ان كل برلماني مطلوب منه عدد في كل منطقة هيجمعوا الاعداد دي هيجيبون بقى اللي هيجي بالترهيب وبالترهيب وبالتهديد وقل بمئة جنيه وبمئتين جنيه وبمئة وخمسين على حسب المناطق وبواجبة وبكارتونة وبتاع وفي ناس هيجبون بكنزة وخمسين جنيه وينزلوا في ميدان ونبدأ نصور كلام ده معروف من اسبوع وعشان خليني حرقلك اللي جاي يوم الجمعة هيروح يصلي بقى ممكن في مسجد مصر وقل حاجة عشان فخيم ويطلع من هناك يروح لمنصة اتعملت له مخصوص اتعملت بسرعة قلتلكه عن كلام ده مبارح ويعلن ترشيحه بقى من منصة فخيمة ويبقى هو مش بيقول انه عايز يرشح نفسه هيبقى بناء على النداءات اللي حتطلع النهاردة من الشوارع والسبعين تمانين تسعين مئة مليون تفويد وتوكيل حيتعملوله ويعلنوا عنهم الاربع ولا الخميس فهو يقول ايه انا ايه والله ولا كان في نية ولا ارادة انا مش عايز بس يالله انتو برضو ناس يالله انا حرشح ناسي عشان خطركم بالسوقية دي ايه هيتقالي وده اللي قالك علي احمد موسى مبارح وكان فخور قوي ايه هنأعمل بس يا سيدي غدا هتجدوا غدا ها غدا هتجدوا شعب مصر في ميادين مصر بكرة هو داي داي احد شعب حر ناس حرة احزاب المصرية نقابات المصرية المواطنين المصرين محترمين بكرة ناس نازل في ميادين مصر بكلمك على ميادين مصر بكرة في احتفالاته مصر صح صحو هذي بقول لحضرتك بكرة في احتفالاته مصر عندين احتفالات غدا ايوة احتفالات دعم السيد الرئيس عام فتاح السيسي زي بقولك شعب مصر عارف هذا الرجل ودور هذا الرجل ولا يستطيع احد 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 قررته ثلاث مرات على الاطلاق نسطيع احد 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 قلتها ثلاث مرات شعب مصر شعب مصر ينازل حد يقدر يمنع حد يقدر يقول حاجة الناس اللي قلنا لهم حنوف عنكم ما عاشت أكافل وكرامة تقدروا تقول لهم حاجة لازم ينزلوا الناس اللي خدنا منهم بطيقهم واصمن عنهم وقلنا لهم تعملوا توكيلات شعب مصر بحريته تقدروا تنكروا الناس اللي جمعنا بطيقهم وقلنا لهم تعالوا عشان هتاخدوا 20 جنيه وكارتونة شعب مصر ده يضايق حد شعب مصر اللي جايب القهر والجبر حد يقدر يمنع حد ولا يقول ان ده مش صح ده كلام أحمد موسى هي الناس جايب مزاجها يا أحمد أنا عارف وانت عارف والناس دي كلها عارفة ان انتو نصابين وان عبدالفتاح السيسي شعبيته ولا تمن اللي انتو بتقولوه وان زي ما قال أحمد تنطوي مبارح ده زبون مرشح لقطة ممكن بسهولة يتهزم ببساطة أنا عايز سألك سؤالي هو أحمد موسى بيكلم مين؟ سؤالي مين الواحد ده اللي أحمد موسى بيتكى عليه قوي ده مين؟ أنا عايزك تحط التصريح السيسي جنب كلام أحمد موسى جنب حريق مدرية أمن اسماعيلية وفي المقابل شوف اللي بيحصل مع أحمد تنطوي شوف شوف أحمد ازاي بيتمنع من التوكيلات من جمع توكيلاته وأنصاره بيتم الاعتداء عليهم اسمع كلامه وتصريحاته هتعرف الفرق بين المدني اللي خطابوا كله عن الأمل يحيى الأمل خطابوا بكرة خطابوا كله عن بكرة عايزين نعمل مصر وعايزين نبني ونخليه هو ده وبين العسكري اللي ما بيشوفش غير الخراب والضمار والتهديد باكيتة بانجو وشريد ترمدوري وإلف جنيه وينزل إحدى للبلد تكلم عن إيه؟ كل كلامه عن مبارح المجد اللي كان والمؤامرة المستمرة تعالوا نشوف بيان تنطوي النهاردة بيان السيد رئيس الجمهورية المصريين فعلا جاءوا في عهدك وبسبب إقدرتك ولم يروا التنمية الموعودة بمنتهى البصوط تفاصيل البيان لو نقرأ سريعا مع بعض عشان نفهم الفرق بين العقلية المدنية والعقلية العسكرية أنا ما بقول دي تفاصيل البيان بتقدروا تخشوا على صفحة أحمد تنطوي وتقروها أنا هنا مش بقولك إن أحمد تنطوي أحسن حاجة في الدنيا بقولكش كده ولا بقولك برضو إنه كنبرس لا لا أنا لا بقولك كده ولا كده بس أحمد تنطوي نموذج للمواطن المدني اللي بيناضل في وقت كتير غيره تانيين رديوا إنهم يقفوا في صفوف الزل والعار رديوا إنهم يبقوا كنبرسات تنطوي راجل جدع بيقوم بدور مهم بيخلي الناس تستعيدوا عيها تستعيد إنهم يقدروا تعرف كأنك مواطن مصري تقدر والموضوع في إيدك مش في إيد حد تاني ده مهم والكلمة في النهاية للشعب خلوا بيني وبين الناس اللي يختارني يختارني ولا ما يختارنيش ما يختارنيش بس أنت ما تمارسش وسيطك على الناس ده كلامه كلامه للسيسي اللي حاصل إن الشعب واقف مع تنطوي في الشارع بنشوف ده بعنينا ليه؟ لأنه طاقت أمل طاقت النور الوحيدة اللي قدامه لحد الوقت طاقت الأمل اللي اتفتحت قدام المصريين إنهم يقدروا يغيروا ويملكوا حق التغيير تنطوي لو ما عملش غير ده شكراً يا أحمد يا تنطوي بس لا لسه فيه أكتر من كده جاي وأنا وانتو واللي يام ما بيننا وحتشوفه تعالوا نرجع للبيانة تقرينا البيانة البيانة تبعت بستنكار شديد كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها أمس في مؤتمر احتفالي معتاد استخدم فيه الحكومة والجهاز الإداري في الدعاية الانتخابية له على نحو ينتهج مبدأ حياد مؤسسات الدولة وقواعد التنافس في النظم الديمقراطية لكن ما جاء في الكلمة من مغلطات ورؤى سياسية غريبة بلغ من الخطورة شأناً أبعد من ذلك بكثير لقد تعمد أن يخلط على نحو واضح بين إطلاق الشائعات والأكاذيب من جهة وتوجيه النقل السياسي للمسؤولين من جهة أخرى منكراً حقيقة أن المعارضة على أساس وطني من أرقى أشكال الممارسة السياسية وهي أيضاً من الحقوق الأساسية للمواطنين وانتقل إلى شكواه التي لا يكف عنها من المصريين الذين لا يقدرون مصريين ما بيقدروش اللي بيعملوا كلام محترم ورصين من مرشح بيحمل أمل للناس عندي ثلاث مقاطع لحمة التنطوي تعالوا نشوفهم مع بعض علشان لما تشوفهم تعرف أنا عايز أقولك إيه أنا قاصد بالصورة دي إيه يعني إيه أمل ويعني إيه ترمدوري تعالوا نشوف معايا أول فيديو أنا بس بنشاهد الشعب المصري بنشاهد الشعب المصري أننا كل يوم أقول ل징've وأرح كل المقرات وأن أنتو من معلن على الق lion حتى الشعب المصري يبقى شاهد لأنما روح كل مقر على قدامه مئات الناس عايزين حقوقهم اللي هم يعملوا تكتير لهم عشقين تلعون انتم اللي عايزين دولة القانون وانتم اللي عايزين وحفظوا على بلدكم وهم لها حفظوا على بلدكم اتمسيقوا بحقوقهم اسفتوا على الأرض اللي بلكونه مش جديد طيلا محترم ده الفرق اللي بقولكم عليه فاكرين مورسي الله رحمه رئيس مورسي في آخر خطاب ليه يوم 2 يوليو فاكرين لما كان بيوصي الناس وهو محاصر وعارف ان فيه انقلاب عسكري عليه كان بيقول للشعب والانصر ايه حفظوا على مصر حفظوا على الجيش حفظوا على الشرطة اوعوا تنجروا للعنف اوعوا تقعوا في الفخ اوعوا تفرطوا في الشرعية انا عايز احافظ على البنات امهات المستقبل انا عايز احافظ على اولادنا اللي هيجبروا بعدنا ويعرفوا ان ابائهم واجدادهم كانوا رجال فاكرين الكلام ده هو ده طبع المدنيين ما عندهمش لغة العنف ولا التهديد عارفين ان الكلمة الاولى والاخيرة بعد ارادة ربنا للشعب وان الحكام اجرى موظفين عند الشعب شوفوا ده شوفوا كلام تنطاوي ده واي مدني وشوفوا كلام السيسي واسلوبه وطريقته هتعرفوا الفرق وحتعرفوا فعلا ان شعب مصر مع دول ما شفش في يوم من يرفق به ولا يحمى عليه تنطاوي وانصاره رغم انهم مبنوعين من التوكيلات بشكل ما ورغم الحشود الكبيرة اللي بنشوفها قدام مقار الشهر العقاري وبيكون موجود فيها في محافظات كتير ودلوقتي الفيديوهات من كل محافظات تقريبا الا ان تنطاوي لما بتتحلوا الفرصة بيقول ايه بيوصي الناس بيقولهم كونوا هدين حفظوا على البلد تمسكوا بحقكم وما تفرطوش فيه ده المدني اللي بيحب البلد وخاف عليها لان الوطنية مش طق حنك ولا عن جهية وانك تدي ايافاك للناس وقتلهم انا وانا ويؤتي الملك حتى الان ما تيجي تقول ايا بتقولها بما لا يليق يعني وتشكيل غلط وحلقك تعالوا نشوف مقطع كمان لكم عارفين اين اللي مناعكم التوكيلات عشان شايف من بكرا اللي انتو بتأخذ انا بس عايز عايز الناس تشوف بنفسها ان انتو مواطنين مصريين ليكم حق بلدكم وبلدكم لها حق عليكم وان انتو ممنوعين علشان انتو عايزين دولة عايزين قانون لا عايزين فوضى ولا عايزين فتوانة واللي مصر انه يصادر القانون ويهدر الدولة هو مش احنا اللي بستدعي الفور فهناك اللي متمسكين بالامل واللي مصرين ان بكرا ييجي بالعقل بكرا آمن بكرا نضير بكرا مش تمه مباح بتشوف عبدالفتاح السيسي وخطاباته التشنج ده طبعا جزء كبير منه علشان عارف ان فيه قيادات في القاتل مسلحة وزباط كبار مش عايزينه وبيقولوله كفاية ومشي وده ظهر بشكله وباخر ان مثلا انبارح والنهاردة مفيش قيادات عسكرية قاعدة جنبه في الاجتماعات اللطيفة اللي عاملها في حكاية وطن ده تفسيري لا ده تفسير كتير من الناس على سوشيال ميديا بس مش ده اللي هقف عنده حالة التشنج اللي فيها عبدالفتاح السيسي دي من طنطوي يعني تحس كده ان طنطوي هجيب جلطة لعبدالفتاح السيسي طنطوي بينقي تصرحاته وبيلعب الانتخابات على الطريقة الغربية اللي هو مركز معركة وتعالى نزلي رجل لرجل الجدع ما يقولش آي في الآخر طنطوي بيقول للسيسي انت منعنا مش عشان انت جامد انت منعنا عشان انت خايف مننا وطالما انت مش قد الانتخابات بتعملها ليه بتفتح سدرك ليه وتعمل عنطر يعني بتعمل عنطر ليه يا جماعة احنا تقريبا قدام فيلم عنطر وليبلب اللي فيه لبلب بيدي عنطر سبعة قلام وبيفوز في النهاية فاكرين الفيلم ده بتاع سراج مونير ومحمود شكوك الله رحمهم مش عايز اقولكم التصريحات دي ممكن تعمل ليه في عبد الفتاح السيسي وطبعا صبيانو اللي حواليه اللي عندهم صحيح ده محمد الباز استقال مبارح ولا مشي من القناة اللي كان شغال فيها حنشوف منتا كتير الفترة اللي جاية كتير حنشوف بس معلنا انا بصراحة خايف على أحمد تنطوي ليه لانك بيتعامل مع مجرم مجنون رجبه الجنون العظمة والسلف طبعا ده السيسي ممكن يعمل في التنطوي في اي حاج اي حاجة تنطوي عارف ان السيسي عبيطه بيهلفط ده تمامه وبيعتبر ان دي هبة من هبات السماء ليه عارف ليه لانك لما يبقى عندك منافس بالشكل ده فتبقى حاجة سهل ان انت تخلص فيها زي مين هقولك فاكر اردوغان لما كان بيقول اتمنى ان زعيم حزب الشعب الجمهوري هو لك الاشتار اغلو لو انتم متعرفهوش كان بيقول اردوغان كان دايما بيقول انا نفسي يفضل هو رئيس حزب الشعب الجمهوري عارف ليه لانه شايفه منافس زبون لقطة لقطة عفوا زبون لقطة تقدر تهزمه وتحط عليه بسهولة منافس لقطة مش هتلاقي احسن من كده تنطوي بيعمل نفس الحركة وبيقول نفس الكلام في حق عبدالفتاح السيسي بيقول له يا عبدالفتاح السيسي انت لقطة انت زبون انا هطلعك المسرح واعمل عليك احلى واجب وحفرج مصر والخلق كلها عليك طبعا الكلام في حبكة درامية اسمعوا من احمد تنطوي احسن انا بقول لها كلمة واضحة جدا لو رئيس الجمهورية مش قد الانتخابات ما كانش قال يا انت شباب وكل ما يملك وكل اللي معاه من شابه واللي معادهم يبقى مش قد ما كان هلا كنا مش محتاج غير سطارة وسندوق وافوز عليه هلا كنا مش محتاج غير سطارة وسندوق وانا هنتصر وافوز عليه ليه لان فعلا مش هتلاقي واحد زي عبدالفتاح السيسي مفكر ان هو كل حاجة واعظم حاجة وافخم حاجة وهو مش مالي عين الناس اللي جاي منهم هو مش مالي عين الجيش سيدي المواطن يا اخويا العزيز في هذا الوطن البقيس بحكم عبدالفتاح السيسي اعلم ان هناك انخسام داخل القوات المسلحة الناس مش كلها عايزة السيسي ليه لان الناس دي مننا الناس دي بيروحوا بيوتهم بيزوروا اهليهم بيمشوا في الشوارع وبيشوفوا حالة الضنك اللي وصلها المصريين اوعى تصدق ان السيسي اجماع القوات المسلحة ولا الشرطة ولا الجيش اوعى تفكر ان عبدالفتاح السيسي ده عايزين ومسكين فيه هو عارف انها بتقرب وبتديق ومحمود حجازي لما خلع مات جاد ينزل يقول الكلمتين وبيجددهم من بارح رشح نفسك ده مش من فراغ ومحمود حجازي ما بيقولش الكلام ده لوحده اكيد عنده عنده الناس اللي بتقوله خش ويلا بس انا عايز اوجه رسالة للفريق محمود حجازي يا سياد الفريق ماينفعش حد يحارب حربك الجندي الجدع هو الجندي الشجاع الجندي اللي بيملع عين المصريين هو الجندي البطل اللي ما بيخليش حد يسوق بداله اذا كان لك طموح في حكم مصر اتكلم حتى لو المجلس العسكري مدكش الازن دلوقتي انا عارف ان المجلس العسكري مدكش الازن مرة واثنين وثلاثة بس مش هيكفي يا سياد الفريق وفضل عشر اتنشر يوم ان اللي يتكلم باسمك عماد جاد او غيره لازم يبقى فيه صوت عالي علشان الناس تستجيب او ما تستجيبش بقراضتها وتعمل لك تعمل لك بافرزون تعمل لك القعدة الشعبية احنا عارفين ان الجيش ما بيتحركش الا بقعدة شعبية سيادة الفريق محمود حجازي انا مش بقولك الكلام ده عشان انا حابب انك تبقى في الحكم او مش حابب انا بس بقولك الدليل الى قلب وعقل واحترام المواطن المصري المدني العادي المواطن المصري بيحترم الزابط او العسكري الجدعا اللي ما بيخافش اللي بيقدي رسالته بكل فدائية فالناس لو انت عايز تعرض نفسك عليهم قلهم وناس جدعان والناس بتقدر الرجالة وقت المحل دي رسالتي للفريق محمود حجازي قائد اركان الجيش المصري سابق عموما كده انا وردكم اللي حصل في البلد النهاردة وازاي نقدر نفهم اللي حصل من خلال تصريحات السيسي مبارح والحجد اللي بيحصل له النهاردة الحجد الافك اللي حاصل الحجد بفلوس ده خطابه واسلوبه انتو سمعتوه ومشوفتوه وعارفينه بقالكو عشر سنين ونقارن باللي بيعمله احمد طنطوي واسلوبه وخطابه واحضوره بين الناس بهذه البساطة وهذا الوضوح دلوقتي اقدر اسألكم سؤال حلقيتنا النهاردة او نروح للإستبيان لاني سألناكم بالفعل في الاستبيان نشوف قلته ايه وكان واحد قال ايه الاستبيان بيبقى جميل انه بيديك انطباع عن اراء الناس ورينا كده لو صلاحة من ست ساعات قلنا عزيز المواطن كلام السيسي عن هد البلد بترامدولو وبكتة بانجو يا طرى يقصد بي ايه ادينا لحضراتكم اربع اختيارات اول اختيار بيهدد الشعب بنشر الفوضى وده حاز على عشرين في المية من اصوات حضراتكم تاني اختيار كان رسالة للي عايز ينقلب عليه من الجيش وده حاز على خمسة في المية من اراء حضراتكم والاختيار التالت كان زلت لسان كشفت مين هو الطرف التالت والاختيار ده حاز على خمسة في المية من اراء حضراتكم اما الاختيار الرابع وهو كل ما سبق وده حاز على سبعين في المية من اراء واختيار حضراتكم تمام؟ تمام زي ما شايفين مع بعض تعالوا نشوف بعض التعليقات اللي جات على لسان حضراتكم سمير بيقول الراجل صريح واللي في قلبه على لسانه مفيش بجاحة اكتر من كده ولا سفاها احط من كده نهاد بيقول ربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق الله العظيم وقال عز من قائل ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول صدق الله العظيم التعليق اللي بعد كده من احد المشاركين بيقول احنا اصلا مش عايشين في دولة بالمعنى المعروف للدول المحترمة عايشين في عزبة في وسية في تكية من هالصاحب اللي معاه سلاح بيحكمها دقينت التعليق اللي بعد كده من احد المشاركين بيقول اعترف ضمني بما كان يدبر لهذا الشعب من ايام عبد الناصر للآن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اما محمود فبيقول لنا واضح عليه الخوف والقلق والتوتر نهاية حكم الرابط ان شاء الله نخلص منه ريب يا رب اما مصطفى بيقول لنا احنا عايشين في غابة مش دولة سقطت جميع الاقنعة التي كان الحكم العسكري متخفي وراءها منذ حكم العسكر من عام 52 الظلم والجهل والنهب والمحسوبية والخاتمة الخيانة والتفريد في مقدرات البلد طب انا ملحق شقر ايام ارجع يا عم شوية الله خير وفي الاخر حرق البلد شكرا لك حياة بتقول اللهم عليك بالظالم اللهم خده اللهم هده في صحته يا ايه دعوة الجامدة دي التعليق اللي بعد كده بيقول احنا عايزين نعيش زي الدول المحترمة لكن بالوضع ده بلتجع الشعب تمين ولا مين التعليق اللي بعد كده عموما بيقول هو قال الرسالة وشكله اهو بيقوق ديمي تقريبا هو قال الرسالة وشكله اهو بنفزها فعلا ربنا يصبر اهالي الاسماعيلية كلهم يا رب ويرحم اللي مات واللهم امين خالد بيقول بيهين الشعب ويقول انه لا يفهم وغالبا دي حاجة اسمها الاسقاط مش متأكد بترمي بامراضك واخطائك على اللي حواليك التعليق اللي بعده من احد المشاركين بيقول النظام بيهدد الشعب بنشر الفوضى اما التعليق اللي بعد كده بيقول كل دول وانا عارف ان هو الطرف التالت من يوم مجزرة بورسعيد اللهم عليك بمن خرب البلد ومن حوله خارج البلد ومن حوله خارج البلد وداخلها التعليق اللي بعد كده من احد المشاركين بيقول اللي بيحصل حاليا فرصة عظيمة لينا لكسر الخوف والنزول الى الشارع لنسترد بلدنا واللي يتعرض لينا من بلطجية او غيره تيد نقط ردوان بيقول لو مو حاطت الخطة ودارسها مع نخنوخ ما كان حكى هذا الكلام التعليق اللي بعد كده بيقول انا ما سمعتش الخطاب ده ارجو اعدت النشر لا ده تلاقيه عندهم بقى في قنواتهم ال 103 قناة بعد كده ما عليكم من يقصد ايه ده محدد التمن اللي هو مليار جنيه مين يقدر يوفر مبلغ زي ده غيره هو او احد من عياله محمد قسامة بيقول سيناريو سوريا هو انا بعمل اصور وبشتري طيارات عشان في الاخر تطلعوني وكمان تعدموني جراء الخيانة طبعا انسوا على جسيتي وهو يمشي في اتجاه قدره وقدرنا ايضا مودي بيقول بدأ بحريق مدريت امن اسماعليا اللي بتحوي جميع ملفات شمال سينا من 10 سنين ده كلام مهم الحوت الازرق وده بيكتب معانا دايما بيقول عفوا تكتب زلة مش زلة وبعدين ما فيش حد من الموجودين فتح معاه سيرة طيارة زنبيا ولا سيرة الجيش والشرطة اللي قتلوا بعض في سينة عشان شحنة مخدرات كلهم بس قاعدين يسقفوا طيب بيسقفوا بالصوت بالمنازلة يسقفوا صوت قاف فيه واو ايف يعني خلان حد لبعد بقى تزعلش يا حوت كلهم قاعدين يسقفوا زي الهبل وبس وتفضرسوا شيخ الأزهر قاعدين يسقفوا زي ما يكون بيتفرجوا على مصرحية العادل الإمام ده الحال اللي وصلت لي مصر إنا لله وإنا إله رجعون الله يعوض علينا ببلدنا لكن الله يا مصر أحمد حسن أنا أو الفوضى لا جديد هتطلع هتنزل هيجيب لك جمال بلاي سبورت بيقول اللهم كاملين صوت الناس صوت الشعب شكرا لك وان نتمنى يكون ده فعلا اللي بنقدمه لإني دي رسالتنا والله شكرا لك في رئيس دولة محترم يطلع يهدد شعبه بالترامدول والبنجو مفروض دي تكون نهايته الكلام ده من أحد المعلقين مي بتقول على فكرة هو كمان بقى بيرد على تجمعات تنطوي بالناس وبيعمل حفلة في ميدان في الميدان في دومياط بمناسبة نصر أكتوبر بس الدخول بالبطاقة ياسين بيقول كل ما شوفه في التلفزيون أشعر برغبة في لم أكره هذا الرجل طيب مش هنقول بعد كفاية كده طيب كفاية كده كفاية كده يعني التعليقات كتير وأنا سعيد أني بقرأ يعني بقول تعليقات حضراتكم بس عندنا كمان فيديو عايزين نعرضه على حضراتكم وعندنا الفقرة المهمة جدا صوت الناس أنا حسنى حضراتكم هنا عشان أسمع منكم بشكل مباشر رأيكم ما بين الترامدون والأمل تصلوا بينا على الأرقام اللي قدامكم على الشاشة بأي وسيلة تتصال ممكنة أو بعد طولنا وحنا نكلمكم استنيكم بعد الفاصل أو بعد التقرير زمان كان فيه مثل ساير بيقوله المصريين وهو توب العمودية واسع عليك وأصلهم كان على العمدة اللي مش مال إمته وهبته وكان بمجرد ما يصاب العمدة بهذا المرض العضال سريعا ما بيلبس البجامة ويعط الدوار وبعد ما اختفت مهنة العمودية وحل محلها محافظ كان لواء سابقا لأينا توب القيادة والزعامة في حتة تانية لدرجة أن رأس النظام في مصر بيتكلم عن وشريط رامدول فعلا توب الرئاسة واسع عليك ده كان الجوهر لكن الجوهر حاجة تانية خالص الهدف من كلام الجنرال هو تخويف الناس بيقولهم لو نزلته سهل قوي أبعث لكو بلطجية واخدنت رامدول ومن هنا نقدر نقول بكل بساطة من الطرف التالت في صورة يناير من اللي خطط ونفذ مسباحة بورسعيد اللي راح فيها 74 شهيد من الأهلوية ومن اللي نفذ مدابح ما بعد ثورة يناير الطرف التالت بقى واضح للعيانة هو ملف البلطجية في مصر بدل ما يتم القضاء عليه بتستعين بهم السلطة عشان تقمع شعبها وترهبهم لمجرد انهم بيقولوا حرام عايزين ناكل ونشرب ونعيش حياة دمية ولو مقتنعين ان الثورة خرابة تقضي على الأخضر وليابس فكمان منعين تنطاوي من تحرير التوكيلات وما فيش نفس لأي مرشح مش على هوا السيسي النهاردة تقدر بكل بساطة تعرف ليه الشرطة ما بتقبطش على البلطجية اللي بينفزوا إجرامهم بحق الناس الإجابة لأنهم بكل بساطة بيشتغلوا مع السلطة النهاردة تقدر تعرف ليه صبر نخنوخ عليه أكبر جهاز أمني خاص ببساطة عشان البلطجية أسرع من المحاكم اللي بتقعد سنين عشان تاخد حقك البلطجة سلاح السيسي الجديد لو حد فكر ينزل يعمل مظاهرات رئيس الدولة بيهدد شعبه بالخراب والقتل وده أكبر دليل تعرف بيه أن النظام الحالي بيخرب مش بيعمر وجاي لهدها مش أكتر عزيزي السيد في الوضن السيد كل مصري وكل حر الفرق من وجه تنظرك ما بين خطاب عبد الفتاح السيسي بتاعت رمضور والباكتة والبنجو وبين أحمد تنطاوي اللي بيقول لهم حافظوا على البلد اللي بيقول لهم عايزين نبني مصر قولولي رأيكم خلولي نسمع منكم معايا أول اتصال من الأستاذ حسن من مصر أهلا بيك يا فن بسال خير يا رب سبحان بسال مور عليك تفضل بسال حضرتك الله يخليك يا رب تسلم إن شاء الله تكون بخير يا رب الله يخليك يا رب لو عايز توصف كده الفرق من عبد الفتاح السيسي وبين أحمد التنطاوي في خطابهم للناس تقول إيه في جملتين كده لا شوف ده بيتعامل مع الناس ازاي وده بيتعامل مع الناس ازاي شوف ده أعوانوا مين وأنصاروا مين وده أعوانوا مين وده مش شعب العادي ده جزء مش شعب أخذ بالك مع إن أنا يعني مش موافع على الموضوع المطرحية وكده بس طبعا يعني فهم بالمقارنة أحمد ده معاها صبر نخنوق والعرجاني والشئلة اللي هي الجميلة بس أنا عاوز أعلق على الكلام العجيب اللي قالوا مبارح ده أصبحت بعد إذنك حقك فضل آه هو دلوقتي قال لك باكت البانجو وعشرين جنيه وكده فدي زلت لسان وده اللي كان بيعمله في ألسين وطلاتاشر وألسين واثناشر وقبال حضرتك مع البلاك بلوك وقبالك والطرف التالت والحاجات المخابراتية والدعم الإماراتي وقبال حضرتك بدليل دلوقتي ما فيش بانجو وعشرين جنيه حاجة دلوقتي فهو بيقول على الأسعار القديمة فقال لك عشرين ألف تمام يا حسن بشكرك والموضوع بحفتاحه تاني بس أنا هاخد على جزئين يعني آآ أحمد من مصر معنا بشكرك يا حسن قوت سيد أحمد فضل السلام عليكم سيد أحمد عزريب عليكم السلام ورحمة الله تسلام يا رب إيه الفرق بين السيسي والطنطوفي خطابهم للناس يعني معلش يا حسن زحمد وانت هادل الرابط على ذات التي كان قالها إيه الفرق بين السيسي الأعزم عباس كامل بالليل وبالبع شريط تريمدون وطنع الصبح يتقل بكلمتين فلاش يعني يتقعوا على الكلمتين دول يا حسن بالبع شريط تريمدون من متاع التسريبيات يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن لو طبعا من حوالي ثماثين ربنا ينتقل منهم شكرا لك يعني أرجو الاختصار عشان ناخد تعليقات كتير من حضراتكم أبو أحمد من مصر معنا الفرق من عبدالفتاح السيسي وأحمد تنطوي من وجهة نظرك أبو أحمد معايا أحمد تنطوي ووشه ووشه أه تفضل أه أنا معاك يا سبحاني تفضل أه أحمد ووشه ووشه ومعاك أمو ومصرية وأبو ومصر يختلف على المجند المجاية مخوضة على الجبور عليها بتاع الناس اللي هم الأحداثين الناس اللي كانوا بيحربوا والسرائيل وقالوا والسرائيل وروح نابس جبورهم دا عيزة كبري دا عيزة كبري دا عيزة كبري فافيش الله الكبير يتيجي عند الجبور بتاع المسلمين بس لباك عنده جاهود فسه محمد أحمد قشفين عيزة كبري من عند عايزك كبر من من عند من عند عنادي عايزك انا يعني الصوت واضح يا جماعة انا متسمع كويس طيب انا عموما لما حدي بتتصرد يا جماعة عشان نبقى متفقين بختصر مع اللي انا متسمع كويس لاني لازم اكون سمع حضرتك بتقول ايه علشان ما ينفعش مرر اي رسالة كده فرجاء مكون في مكان في شركة كويسة ويعني حافظ على انك تكلمني من التلفون تسمعني من التلفون مش من التلفزيون وتكون قافل سبيكر لو سمحت استاذ احمد من مصر معنا اهلا بك اهلا بك ازاك يا استاذ احمد اهلا بحضرتك اهلا وسهلا اتفضل لفضل بقولك استاذ احمد انت بتقول لي ايه الفرق بين دا وده الفرق بين الضنر الي هو وراك يا استاذ احمد دا رمضان وامل هو دا الفرق انا عنديش فرق غير كده. بعدين يا سيد احمد انا لما كنت متفرد على الفيديوهات بتاع الكاراتين قد دي انا جالي يأس. جالي يأس وقلت احنا بيه انا اتغيري. بس لما شفت الرجل ده فيش سارة وقالت بلاد داني امل. حتى بقى لو هو بتاع مخابرات بتاع اي حاجة بس هو داني امل. انا حسيت ان لمصر هتبقى معا حلوة. يمسك بقى يلعبين اشتغل وماشتغلاش يطلع راجل كويس مش كويس. انا حديث ادغار مكان الغلزير اللي جمه ده. اللي هو السيسي ده. تمام يا ابو احمد انا بشترك جدا يعني لسه فيه امل والناس تقدر تغير. اه استاذ سامي من امريكا تعليق حضرتك ايه على طريق الطرح عبدالفتاح السيسي وكلامه مع الناس وطريق الطرح وكلام احمد طنطوي مع المواطنين المصاريين. اتفضل. مساء الله خير. اتفضل. هو اولا يعني ممكن اتكلم عن موضوع حريق المبنى. اتفضل. اه هو الحريق ده له هدفين. الهدف الاولاني انه هو يلبسها للاخوان والناس اللي هما بيعرضوه. ولهذا في التاني انه هو بتوع الامارات انا حذرها قلت انها مكان استراتيجي يعني مكان كويس يعني. فتلاقي بتوع الامارات قالولو ان ده مكان كويس فعايزين يستثمروا فيه زي ما بيعايدين لو ادي اخدو وزرط الحربية. اه سوري. الكلية الحربية. انت عارف عاديين يقضوا مكان كليتها كلية الحربية واستثمروا فيه. اه. المسخرة لما لاقي والله الحبتور بيقول للمصريين اه شيلوا الكلية الحربية من هنا عشان عايزين انقلوها عشان احنا عايزين نستثمر هنا. ده ايدا. ممكن يكون نفس العملية ممكن يكون بس هو مقدرش يشيل مدرية الامنة فكل عملية انا روح حرقها بعد كده خلاص بقى جاهزة للجماعة اللي هم عاديينها بوجه. ده متهالي وجهة نظري. الحاجة التانية ان هو بالنسبة ان عسك الناس بتأيض تنطاوي ليس حبا في تنطاوي ده علشان همه كرهن في السيسي. هو السيسي محدش قبله. سيد داني تقول لك لكن هو يعني اللي قدامهم حاليا هو تنطاوي. عشان كده الناس بتجري. لكن انا بصراحة. آآ يعني هو اعتبر احسن الموجودين حاليا. طيب. عموما افسي سامي خليني اقول لحضرتك ان اللي يام اللي جاية ربما يكون فيه مرشحين اخرين لا تنطاوي ولا يا ماما ولا الناس دي. ويكون فيه ناس مختلفة. ده مش تقليل من حاجة. عايزة اقولها كمان. طيب. سريعا لان فيه ممتصرين اخرين يا فاند. لا هو على طول. لا انا حتى في حاجة عايزة اقولها بس. مش عايزة اقولها هو على طول. عايزة يعني اقول هلك انت او ولا سبحة في الكنترول وهم يقولوا هلك. طيب. اتمنى حاجة افضل معانا والكنترول هيكلمك دلوقتي وياخد منك. انا معروف. اشكرك جدا. سامي تحياتي ليك. محمد من اسكندرية اعلن اسم محمد. محمد تفضل. عامل يا ابا عبدالله اضايق. ربنا يخليك تسلم يا رب تحياتي ليك. بص يا ابا عبدالله اليومين اللي جايين دولا. هتحصل الحاجات زي ما حصلت سبودية امن اسماعليا. وهجيبوا ناس يبداعوا انهم اضلوا اخوان. الشغل اللي انت عارفوا العلام اللي يعني. فان عاد اقول المواصرين يعني فوقه. وان عارف انه دي مؤامرة هو. عاملها من زمان. بيقرارها. ونبسي الناس تفوق شوية يعني. نبسي الناس تفوق. ده لا ده اقوله. وان شاء الله نهايته الرابط. والله نهايته الرابط. عاز اقولها لكل المصريين. شفته كان متوتر ازاي. مش عارف الكلام يوعى منه. فدي رسالة الحمد لله. ان شاء الله نهايته على الدين ربيض بالله. شكرا يا محمد. امو طارق من مصر معي. امو طارق اتفضالي. امو طارق معي. اهلا يا امو طارق. ايوة معي. ازاي حضرتك عامل ايه? اسلامي يا رب. طبعا 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 في فرق بين احمد طنطوي والعمل الصهيوني ده. وبعدين دعب بس تم دور اللي بقوله عليه انا ما عارفش اسام المخدرات يقوله على دي. ايه. ايه. او يا اساس احمد انتم كنتوا دايبين التسريبات بتاعة اه عباس كامل مع. صحيح. مع السيسي. لما بيتكلموا. وقولك ترمضون. فاحنا دوم اول ما مسك البلد ده هو ايه. دي عصابة. دي هما كانوا عصابة. بيتكلموا بطريقة اللي هما بتطع المخدرات. ومش مش طريقة ناس محترمة. فاحنا تنطوي راجل محترم بصراحة احنا ما شوف لاش حاجة منه وحشة. بس وان شاء الله. ان شاء الله هننزل ونقيده بإذنك. ان شاء الله يا مطلب اشكرك. شكرا لك. تحياتي لحضرتك. ام محمد من مصر معنا اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وان سلام بيك يا يا فن. اه. ايه الفرق من وجهة نظرك بين طرح عبد فتاح السيسي اللي بيترحوا للناس وانه بيديهم قفهم بقى كده هو قاعد ويتكلم. واه واحمد طنطوي اللي واقف وسط الناس وبيتكلم. بص يا سيد احمد انا بس عايزة اثرت حاجة من خلال القناة تكون دي. ان انا عايزة اقول بس طنطوي يعني هو راجل كويس وراجل زي الفل بس ما يمشيش على اللي هو ايه قلت ايه بص راس الستات وكلام اللي هو بيعمله ده عشان ده بص من اللي بيعمله السيسي. ودي برضو معظم الناس بيعلقوا على الحتة دي. دي حاجة. الحاجة تانية استاذ احمد اه انت عارف ان احنا عادينا والطايرات عملها تفوينا بطريقة رهيبة. صوت بص يطرش. عبيعمل عملية رعب للناس. الطايرات حعلينا مشى من فوق. اه يعني عامل حاجات عملية سعر للشعب. حاجة تانية هو يعني الشرطة مش شافة ان هو بتدى يولع في المديريات والحاجات دي. يعني هو بيموت فيهم. يعني هي موت الشعب. والشرطة دي مش جزء من الشعب. مش شايفين الغلو والكوا. ده انسان مجرم. مجرم بطبعه. والشعب اساسا اللي بيرقصه ده الحزب الله ونعمة الوكيل فيهم. حزب الله ونعمة الوكيل فيهم. ما خل الشعبات الشعب يحسب على هم بيعملوا ده. وشكرا يا استاذ احمد. شكرا يا محمد باشكر حاجة جدا. اهلا بيكي دايما. وريد من مصر معنا. اهلا يا استاذ وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه الفرق من وجهة نظرك? بين اسلوب احمد طنطاوي وبين الصورة عبدالفتاح السيسي. فرق اني فرق بين الامل والترماتول زي محضراتكم كاتبين. بين العقل والهرتلة والغطل. يعني ممكن اقول خلاصة ان كل اناء ينضح بما فيه. بس انا انا عايزة اركز على فرق تاني. حس انه من المفروض ان احنا اتكلم في الايام. بعد اللي ساعة. صحيح. صح? صحيح. ايه اللي خل الفرق دلوقتي دهنه هرده لما يحب يهدد الشعب يقول لهم لا انا اتنين مليار واهد البلد وانا هدد البلد ولا اعمل حالة والترماتول وبكتة. ايه الفرق? هقولك الفرق? هكذا الفرق اني قدر نقول ان هو الفرق اني نقدر نقول اني كان جيش ودهار دهن اخنوخ? لا هقولك ايه الفرق? هقولك ايه الفرق? مشكورك يا وليد. وهقولك ايه الفرق? اقولي السادة المشاهدين. عبدالفتاح السيسي يعرف كما نعرف انه لو عدى الانتخابات دي بالتزوير وبالقمع والكلام ده كله برضو حيمشي. حيمشي بصورة شعبية. حيمشي بناس ترفضوا. حيمشي بناس تنزل تقول عيش حرية عدالة اجتمعية. حيمشي عشان الناس هتنزل وتقول كرامة كفاية. فهو بيستبق كل ده. وبيبدأ يقولك ان اصلا فيه حد هيجي يدفع مليار دولار ومليار جنيه اللي هما 30 مليون دولار اللي بيدفعوا في حفلة علشان يقلب النظام. عايز برضو يخدع الناس ان اي تحرك على الارض رفضوا. ده مش من المصريين ده مدبر. وطبعا يعني كان زود في الكلام وقطعه لو حضرتكوا تبعته وقال ان يناير حصل فيها كده. مع ان هو في الدستور بتاعه يشيد في يناير ويتغنب يعني. وهو عارف ان فيه تحركات جوه الجيش مش عايزاه. وعارف ان ممكن تطلاقى رغبات الشعب مع رغبات قيادة في الجيش. فممكن تبقى قريب قدام مشهد انقلاب بيدعم شعبي. زي ما هو حاول يقولك ان ده حصل في تلاتة سبعة الفين وتلات عشر. انقلاب على السلطة المجرمة اللي موجودة دلوقتي بدعم شعبي. مش القوات المسلحة من دورها الحفاظ على الديمقراطية. وده اللي قاله محمد انور السادات بشكل واضح في بيان يمكن من ثلاثة اربعة ايام. ده دي وجهة نظري. والتحليل اللي قدر اقولك عليه يا استاذ وليد طالما انت سألتني. سامح من مصر معانا اهلا بك. اهلا واستاذ احمد. اهلا واستاذ احييك والله على على وجهة نظرك دي. تسلم يا رب. اكسب بالله العظيم. الراجل دوت. من ساعة ما استاذ احمد التنطاوي. ترشح بقى اللي نجاه له وضعفه وقلت انتو قلت قيمة البلد اللي هو خليها ما تسويش. لا مش البلد بقى هو البلد البلد عالية وغالية. هو خليها ما تسويش. والله انا شاهدت لما ترشح تنطاوي يتكلم وترشح خطاص. قلت خلاص كده ممكن نلحق البلد. ممكن زي احمد التنطاوي اللي هو عمله فيها. ممكن نلحق الشوال اللي في كنتين. ان شاء الله. انما الجاهل الجهول دوت ضرب الدنيا. طيب مصر وضيبنا معايا. ان شاء الله يا سامح نلحق بلدنا ونرجعها. ام الدنيا بجد. بشعب عزيز ودولة قوية. مرة تانية بإذن الله. شكرا لك يا سامح. هسألكوا بقى هغير السؤال لحضراتكو. السيسي بيهدد بهدم الدولة ونشر الفوضى. ايه رأيكم في كلامه عن الترامدول وعن الباكتة. اسمع من احمد المعايمة بمصر اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بس الخير يا فندم. سلام نوري سايح حضرتك. الله يحليك الزحمة. ايه رأيك في كلام السيسي عن باكتة البانجو وشريطة الترامدول اللي بيهدد به عشان يهدم البلد. ايه رأيك في كلام ده? يا فندم بيفكرني يعني بحضرتك بحسن مبارك لما قال يا انا يا الفوضى. اه. في ساعة اه اه ايام خمسة وعشرين يناير. اه بس مبارك كان عقل من كده يعني مقالش ترامدولو وبانجو الكلام ده? هو الراجل ده فندم ما عندوش اي عقل خالص. ده ممكن يدمر البلد ويحرقها. اه. تحب بطوله ايه يا احمد? تحب بطوله ايه? انا يعني كنت احب اقول له استاذ احمد طنطاوي انه يتمسك بالمراقبة الدولية على الانتخابات. تمام. اه يعني اتمنى ان رسالة توصل لطنطاوي. شكرا لك حاجة احمد تحياتي ليك واهلا بيك دايما هنا. بيتك ومطرحك صوت الناس الو مكمل. ابو محمد من مصر معانا ابو محمد. سمعني? يا ابو محمد. خد بالك تلت مرة دي الاخيرة يا ابو محمد. اه يا ابو محمد انا سمعك اتفضل. عليكم السلام. ابو محمد الصوت سايق جدا انا مش قادر اسمعك بشكل واضح. يعني بنحاول. طب طب. طب. انا اسمع ابو محمد الصوت مش واضح فعلا. وياريت تكلمنا مرة تانية يكون صوتك اوضح. طيب. مصطفى من مصر معانا اهلا يا سيد مصطفى. اذا ما اسمعته فقدنا الاتصال اهلا وسهلا بيه مرة تانية. امين من المملكة المغربية. اهلا يا امين. اهلا يا سيد السلام عليكم. عليكم السلام. صافي امين. صافي الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله خير ان شاء الله. ان شاء الله ولما كان اعطيه دوت اخضر في رابعة. يعني عمل اه 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 ولم يكوش اه ولم يعني يتفخل حج في في وقت. اه اه اما في كلمته اه اول امس الذي قال ان الملكة اللي اللهم مالكة الملكة اختيت الملكة هذه الكلمة كانت مجدري داعميهم من الاسلامية أشكرك يا أمين ووجهة النظر دي أنا لسه كنت متكلم فيها من شوية مع المخرج وبقول له هو أغلب كلامه ما ببقاش للناس دلوقتي هو بيقول لهم أنا قاعد ومطول هنا وبتعوي كلامي للقاتل المسلحة بس يصدقني يعني لا دول شايفينه ولا دول حاسينه يلا بعدين نتكلم في الموضوع دي المخرجة ما ليقولي قولي اللي انت قلت مش عارف ايه بس خليه بعدين لأن معنا الدكتور محمد من ألمانيا دكتور محمد أهلا بيك أهلا بيك والله أنا بس حاجة بسيطة عايزة ألا عليها تفضل الكلام فيه تعيينات يتحطت لازم ناس سيرا مشاك كويس لأن بيع شركة فالكون لنخنوق ده بيدل علي أن الداخلية مش هتنزل تضرب الناس ده مجرم وبيماهد بيماهد اللي باشلوا فيه في 25 يناير اللي قلت حمو الميدان في وقعة الجمل وأنا قدت شاهد على اليوم دوت وأخذ ثلاثين في كيتشي فهو بيماهد أن النخنوق والبنطغية ينزلوا وضربوا لو الشعب نزل يتحرك ينزلوا وضربوا الناس ونزول طلطاوي ده فيه تهديد ليه طلطاوي أعملوا هاستيريا وفضحوا وعراء وخلت العيهار تلوي خاطرة وضمريد نفسي لو فيه كيادة في الجيش محترمة يشلوه بدل ما الشعب يخلص عليه في المهادين بس ده كلام كده ولازم القوة القوة السياسية تتاحد وأنا نقول إخوان وأنا نقول إخوان نماشي العميل الصريوني كل الشعب المصري نعم كل الشعب المصري الشعب كله بشكرك دكتور محمد بشكرك جدا دكتور محمد تحياتي لحضرتك وهنا لازم نقدم رسالة لإخواتنا في الجيش والشرطة شرفك في دفاعك عن الوطن والوطن مش عبدالفتاح السيسي شرفك في دفاعك عن المصريين عن عموم المصريين عن الضعفاء من المصريين عن الغير مسلحين من المصريين على اللي بدفعوا الدرائب من المصريين علشان حضرتك تاخد مرتبك وتاخد رتبتك وتاخد طبنجتك اللي المفروض تحميهم بيها هم مين هم المصريين احنا مش بنادقوا العنف ومش عايزين عنف في بلدنا انا بتكلم على دور الشرطة ودور الجيش انك تبقى ظابط جدع انك تدافع عن بلدك عن شعبك والشعب مش النظام يا قواتنا المسلحة يا شرطتنا المصرية الشعب مش النظام الشعب هم الناس والدك ووالدتك وخالك وعمك وجارك وبتعرفونه اللي في الشارع والناس دي والناس دول دول اهل مصر ووجبك ووجبك انك تحميهم وعيب جدا انه يبقى فيه بلاك بلوك يرهبوا المصريين وعيب جدا يبقى فيه ميليشيا اسمها فالكون اسمها ميليشيا نخنوخ اسمها حمت اسمها ايا كان ترهب المصريين شرفك انك تدافع عن حرية هذا الوطن والناس بتسامح والناس تقدر تقولك عفا الله عما سلف لما تشوف منك موقف يكبرك في عينهم ويكون موازي لأي حاجة ضرتهم بها مفيش اي عواقق قدامهم خاصة انه مدريف الأمن يعني فحصل طبعا ان ساعة اللامة وساعة الزحمة والناس وقفة تتفرج واللي بيترخ فوق بيترخ واللي وقفت تحت واقف واساسا في مدريف الأمن ضوة في آآ أمن آآ اللي هو المدني بفاعل مدني فيه تطفيات حريق فيه خلاطين مية ما حاجة على الحاجة ما حاجة تتخل آآ تسابوا الحاجة ستتطرروا عليها وقالوا مصر العربية مصر العربية باتك من فوق ولا من تحت ولا من نص ده اللي بخلينا نسأل يا حسن ده اللي بخلينا نسأل ايه اللي حصل بالضبط انا طبعا بعزيك وبكرر تعزيه الاهل اسماعيلية وبشكرك يا حسن على المداخلة ام محمود بمصر معايا اهلا بيك السلام عليكم بحيات الحضرات عليكم السلام اهلا اهلا ام محمود ايه رأيك في كلام السيسي مبارح عن الترامدول والبانجو وهد البلد والله يا حضراتكم تعافي السيسي وبيعمل ايه في البلد والبانجو لا وكمان كلم حضرات المبارح بتكلم عن نفسه طبعا في الحاجات دي من الاول خالص احنا عارفين انه مبتوح رمضوط وفتوحك وقوب نضغر في ماسك والعرجاني كان في سينة فالحمد لله يعني ومشاغلين اهلا مقواس جدا في الموضوع ده بس حضراتك برضو تفتكر المبارح انه الفشل وفشلين ومش مكان طبعا دلوقتي حضراتك وزارة الاوقاف ولعت دلوقتي مدرية امن العريش ولعت الحادث اللي حصل في العريش وبعد كده اقلو ده في العيش ولعت مدرية امن الاسماعيلية دلوقتي ولعت والبقاء لله المتوفي المتوفي وربنا يا رب يعني ايه يصبر ويقوم بألف سرعان مفيش تأمين فيه الفشل طب فيه الفشل وفشلين تاني حاجة حضراتك هو خايف حضرتك من الصورة وان شاء الله بإذن الله الصورة جاية عشان يتحاسس هو وكل اللي معاك تانطاول بقى ومش تانطاول والناس اللي بتتكلم على تانطاول بس يا جماعة بتغضي نظر عن تانطاول وهو قال ايه وقسوكم عن الناس بس تانطاول عامل حالة كويسة فقال بالشارع حالة كويسة الناس نزلت الشارع ان شاء الله كده كويس يا مساحي يا رب العالمين نعم كرة التلجي بتزيد وبتكبر كل يوم يا ماما حمول الله بإذن الله دي حاجة كويسة جدا نعم وشكرا لحضرتك شكرا لك يا فجم بشكرك جدا أمام محمد من مصر أهلا بيكي السلام عليكم السلام ورحمة الله إزايك يا ماما محمد عاملة إيه زاك انت يا حبيب انت مجاتش انت رحلة أنا جيت والله كنت موجود والله والله يا والله هيك وانت بخير انت اللي ما شفتيش رأيك في كلام السيسي عن البانجو والترامدول والكلام ده وهد الدولة يا حبيب قلبي ما هدوء أصلوب بلتاجي اه دي أصلوب بلتاجة ايوة اه اللي تلمي على نخلوخ واللي تلمي على العرجاني هيبقى بلتاج زيهم هو بلتاجة أصلا يا أستاذ أحمى ودي أصلوب بلتاجة ترامدول آه وبكتة آه دي أصلوب بلتاجة ما يقولهش اللي بلتاجي دي ما يقولهش اللي بلتاجي يا أستاذ أحمى اللي رايح يسلم شكل فاكن للأخنوخ ربنا ينتقم منه ربنا ينتقم منه وقعه شر أعمله وهو اللي عمل الولعة بتاعة اسماعيلية دي هو اللي عمل محفيش حد غيره ربنا ينتقم منه ربنا ينتقم منه وقعه شر أعمله كمان وكمان آمين يا رب شكرا يا محمد شكرا نورتينا ربنا يخليه كلنا دايما يا رب محمد من اسماعيلية معانا محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا صباح. ليه الناس مصرر ان عبدالفتاح السيسي ورا اللي حصل في مدريت امن اسماعلي. دي حالة اكيد مليون في المية اصباح. ليه? عارف ليه? اه انا الاول بازلم على حضرتك جدا لو انا لو تفتكر ان انا كلمت حضرتك قبل كده وانت لك ان السيسي ايوه 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 انا فاكر زي كده. قل لي بقى ليه الناس مصرر ليه ليه ناس كتير بتتكلم على السوشيال ميديا ان ده اللي عمله عبدالفتاح السيسي. ايو سيد احمد اه عبدالفتاح السيسي كان هنا فتماعليا من جيمة ترات اربعة سيار. ايو. تمام? ايو. الموضوع ده اتعمل بعد انه المشي مفيش. اه بيومين ثلاثة. ايو. يعني اه هو هو بعيد اجنزر وابينفذها معنا صح. هو وراء كل اللي بي بيستنسانا يعني. شكرا يا محمد بشكرك جدا وبكرر تعازية لحضرتك ويكل الناس في اسماعيلية. محمد احمد من بريطانيا في مداخلة سريعة جدا عشان الوقت. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل افادي. اللي حصل في الاسماعيلية ده ماش جديد ولا غريب. ما هعمله كده في الاستاذ بتعبر سعيد برضو. الفرد المصري المواطن المصري عم بتكلم عن مدني موش العسكر. ملوش ايما عندهم. اذا كان حرق سحيحرق تاني. هو ده بيوريهم بس لو ممكن يحصل ايه. هما لو هو جابنا اخنوخ يعمل بي ايه. شكرا موقع. شكرا لك. مشكرك جدا. عندي بس مشروع كده. عايز اوصل لك بيه. ازاي عبدالفتاح السيسي بيتكلم وبيفكر وبيخطط للمواطن المصري. السيسي ومشروع المشروع القومي للبلازمة. تكلم عنه النهاردة عبدالفتاح السيسي ازاي الناس تعمل حسابها انها تبيع دمها. عشان ده يبقى مصدر دخل ليهم. ده مش كلامي. اتفضل معي. مش مقبول ومش هيتقدم تاني. في مقابل فيها يا خالد. وانا دايما بستفيد من اللقاءات دي. عشان القاء الدوق على اكبر حاجة ممكنة. النهاردة دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز. لو هيتبرع مرة في الاسبوع. كان في الشهر. بلاش تقول. طيب. طيب لو مرتين بلاش تقول. طيب رقب معتبر. ممكن يتقدم في مصر. ملايين يا خالد. الحلم كان ملايين. الحلم اللي عندي انهم يبقى ايه? ملايين. ملايين. يبقى انا قدرت اجيب دخل. من فكرة. اللي تحسن من صحة الناس. ده كلام عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي بيقولك اتبرع مرة او اتنين في الاسبوع بالبلازمة. علشان المكافأة اللي بتاخدها تبقى مصدر دخلي ليك. انا مش هتكلم ومش هعلق علشان هو عايز يعمل ده تجارة. او او يخلي مصر مصدر تصدير البلازمة. ولا يعنيني انه عايز يصدر لبرة بعد ما هيكفي الحاجة الداخلية. مش ده اللي هقف عنده. اللي هقف عنده انك بتتكلم عن ان ده يكون تفكير المواطن المصري. يعني امراته مثلا تصحى الصبح تقوله هنتغدى ايه النهاردة منين? يقول لها ما تروحي تتبرعي بالبلازمة وتجيبيه لك عشرين تلاتين مية جنيه. ماشي بيهم يومك. بيتكلم عن ان ده يكون مصدر دخلي للمواطن. انت متخيل احنا فين? بالمناسبة هو قاعد يضرب كلام ويقول لهم ايه? المواطن يتبرع مرة واتنين وتلاتة. طب ده يبقى بكم? طبعا هم مش عارفين يردوا عليه. مش عايزين مش عارفين يردوا على التخاريف دي. لان ده كلام مش علمي. لان في الاخر وزير الصحة دكتور. ومصطفى مدبوري اللي سألوه مهندس. الناس دي على الاقل عندها الحد الادنى من العلم. عموما ما تصدقش ردت على عبدالفتاح السيسي. وكالعادة بيطلع زهير. هم عندوش. ومش فاهم. ومش شايف. معانا رد ما تصدقش? اهو. ما تصدقش اه ما تصدقش جابت كلام عبدالفتاح السيسي وبتقول ممكن ننزل بس نشوف اه. لا لا نطلع فوق. نطلع فوق معلش. التصحيح. الكلام ده غير صحيح. انهي كلام. كلام ان الناس تبرع مرة واتنين بالدم. ليه? بيقولوا لا يمكن التبرع ببلازمة الدم مرتين في الاسبوع او مرة اسبوعيا كما قال السيسي. يجب الانتظار مدة لا تقل عن اسبوعين بين عمليات التبرع بالبلازمة بحسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ضمن المشروع القومي للبلازمة الذي تشرف عليه الوزارة. تتطابق هذه التعليمات مع ارشادات خدمة الصحة الوطنية البريطانية الان اتش اس. كما يشجع الصليب الاحمر اصحاب فصيلة الدم اي بي التبرع بالبلازمة كل 28 يوم. وحتى 13 مرة سنويا لانها البلازمة الشاملة الوحيدة التي يمكن اعطاها للمرضى من اي فصيل الدم. التبرع بالدم لا يمكن ايضا التبرع بالدم مرة اسبوعيا او مرتين. لابد ان ينتظر المتبرع مدة 3 شهور. والمتبرعة الانسة اربع شهور. حفاظا على سلامتهم بحسب تعليمات وزارة الصحة المصرية. تمام؟ وهناك متطلبات اساسية يجب ان تكون لدى المتبرع ان يكون بصحة جيدة. يكون النبض والضغط الدم ضمن الحدود المقبولة. يكون درجة حرارة الجسم طبيعية. يستوفي لحد الادنى للسن من 18 ل65 سنة. يكون لدى المتبرع مستوى طبيعي مقبول من الهوموجليوبين في الدم. لم تتبرع بالدم خلال اخر ست شهور. ده ردا على طرهات وتخاريف عبدالفتاح السيسي. هنا عايز اقف مرة تانية. واقول لكم الراجل عايز يمص دمكم ويبقى مشروع قومي. انا مش بتكلم عن جدوى موضوع المشروع القومي اللي بلازمة. انا بتكلم عن ان هو شايف ان ده مصدر دخلي ليك انت كمواطن. وبيقول له هجيب كام. طب لو اتبرع مرة. باصس للناس في دمهم. عبدالفتاح السيسي يحمل لكم كل المشاريع اللي ايمع عليكم انتو. بما فيها انك تبيع دمك. بعد ما خلى الناس تبيع اصواتها وارادتها وبطيقها. والناس اللي واقفة دلوقتي في الميدينة علشان الكرتونة عايز يخليهم يبيعوا دمهم. انا بصراحة مش عارف اقول ايه. هو لو قاعد كمان شوية هيبيعنا ايه? هو بقي عندنا ايه تاني يتبع? ايه اللي لسه ماتبعش عند المصريين? قبل كده. المصريين طيبين وما بينسوش الحلوة وبينسوش الوحشة. بس. محمود من مصر اهلا بك. استاذ محمود معانا. عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله. السلام عليكم. فضل ايه فانك. الله يخليك. محمود بكت بانجو وشريط رمضون والف جنيه. هذه الخطة لاسقاط الدولة. هو السيسي قصده ايه? هو السيسي يا بشا قصده معروف انه هو يعني هو بلطاجي. هو من يوم ما جيه هو معروف الناس انه هو بلطاجي. هو جاي بالسفادة وجاي بالسلاح. فكده كده اعدل نفسه اول ما اعدل نفسه انه هو بلطاجي. فده شيء طبيعي ده مش متوطاجي. بس انا عايز اقول له حيوبك على حاجة. تمام? هو انتو في الاعلام بتتكلموا وتقولوا البلطاجية وعي موت الشعب. انت ناسين من الشعب المصر ده بشا. اللي هو هو اللي طرد العدوان السلاحي. الشعب المصر ده اللي فشخ اسراهيم. تمام? الجوال العربية كلها عايش على حاجة. مين هو كان بلطاجي موجود موضع يا بشا. سلتمائة الف. انت بتتكلم سمية واربعة مليون. اقول سبعين مليون. لا انا بتكلم انا بتكلم في حوالي اكتر من يعني اتنين مليون بلطاجة. او مسجد الخطر. سبعين مليون. انت عارف البلطاجي ده يا بشا? ده اجبا واحد على وجه الارض. ليه بتخوف الناس من البلطاجية? انا اتعاملت معاه. قسم الدلال عظيم. اجبا الناس على وجه الارض. ما تخوفوش الناس مبلطاجة. لا 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 محمود استنى 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 يا محمود الله يخليك. لا 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 لا. مين بيخوف الناس? لا. لا لا لا. الشعب غلاب ارط الناس غلابة. يا محمود احنا بمخوفش الناس. احنا احنا لازم نقول ان فيه فيه خطر. فيه ميليشيات بيتم تجهزها. فيه فالكون وغنخنوخ يا محمود. انما انا مش بخوف الناس. وفيه كل الكلام بس في قلوب الشعب المصري. طيب. ما هو انا لازم افاهم الناس ده ان ده حاصل. انا مش بخوفهم. انت فاهمني غلط يا محمود. انا عايز اشكرك جدا. واقولك ان فيه فرق من انا اقوله معلومة وواقع حاصل. وان انا اقوله يا شعب خاف. ايه وعفت لها قدام نخنوخ. عمري ما قلت كده ولا هقول كده. وانا اكثر ايمانا بهذا الشعب من اي حد. انا براهن على الناس دي طول عمري. الناس الجدعان ولاد البلد دول انا عارفهم كويس قوي. الناس المدنيين اللي كانوا مبارح واقفين قدام مديرية امن اسماعيلية بيطلعوا المصابين من المجندين والامناء والزباط. هو ده شعبنا هم دول اهلنا. هم دول اهلنا بالمناسبة. ده 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 موقف المفروض الشرطة والمصرات تعرفوا كويس. اللي طلع الناس مبارح وايف معهم برضو كانوا المدنيين. ولا ايه محسن? انا معي محسن من اسماعيلية اهلا بيك. السلام عليكم ازاك يا صدح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضاليا يا فضل. قولي لي ايه اللي حصل في اسماعيلية. في اسماعيلية طبعا احنا مقضيين يوم حزين جدا. اسماعيلية كلها حزينة على اللي حصل. وطبعا كل العالم شاف اللي حصل. اسماعيلية. لولادنا وكل كلهم يعني عساكر لولادنا وهو اوعد مبارح وعد ان هو هيخليها خراب. والنهاردة وفى بالوعد بتاعه. وولع اول حاجة مدريت امن اسماعيلية ولسه فيه من الكم اللي هي ولعوه. من البلطاجية اللي هو جايبهم صبري نخنوق والارجاني والعصابة بتاعته اللي حصل. ام حسين. ام حسين انت 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 من قريب منطقة في اسماعيلية. انا من حي السلام. عظيم او. حي السلام. انت عارفة ان المنطقة اللي فيها مدريت الامن الدفاع المدني ايش بعيد عنها. صح? اكيد طبعا. طيب. اكيد. وقدام هترعت اسماعيلية كمان بالمرة. صح? اكيد. هل برايك? هل برايك? اه. برايك تم التعامل بسرعة بدأوا يطفوا بسرعة ولا كان فيه فيه طباطق ولا. انتو شايفين ايه على ارض الواقع هناك في اسماعيلية? اه. يعني الحريق ابتدأ من من ازان الفجر. اه. خلص عشرة او لحد بعد الساعة 11 كان لست فيه اطفاق. كان تبريد ده. اللي متأخر هو تبريد المكان. اه. 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 طيب. كان يعني الناس في حالة زعر جمدة اهل اسماعيلية وفي حالة حزن شديدة. طبعا. طبعا بلدنا ونخاف عليها. طبعا. ونشعايزين ضرر لا لا العسكري ولا ولا المدني. كلهم ولادنا. كلهم ولادنا. طبعا. وكلنا حزنين عليهم في الاول. طبعا. واحنا لدرجة ان احنا قلنا لو هو هيهد البلد يفضل فيها. وضلامة هيولح في ولادنا وهيولح فيها كده. يفضل فيها ويشباح. ضلامة خلى الناس جاعد. في عهده الناس جاعد مش لا يتاكر. طيب انا بعزي بعزيك يا امه حسين. وبعزي شعب اسماعيلية اهلنا. وبعزي ولادنا في الشرطة. شكرا. وبعزي اهلنا المدنيين. وربنا يكون صعون الناس يا رب اشكرك يا محسين تحياتي ليكي. احمد من مصر اهلا بيك يا اساس احمد. عليكم السلام ورحمة الله. هل السيسي كان بيقول لنا يا روشيتا لللي كان بيحصل قبل كده وازاي كان الطرف الثالث بيتصرفت رمضون وباكتة بانج ومش عارف ايه? الو? انا سألتك يا احمد وسامعك. مش عارف تسمعني ولا لا. اه معاك. والله انا اول مرة اشارك معك في البرنامج. يسعد مجرد. اه طبعا انا كنت عايزة اقول حاجة بس اه يعني انا اولا كنت اه من وطقالين اللي انت عارفهم طبعا اللي اتحبسوا من 2013. واول مرة اشاركوا اتحوي كلهم معنا امرهم حد ما اشارك طبعا على البرنامج قلس. بس احنا عايزين اقول حاجة يعني بجد من عالبينا بتاعنا. احنا شوفنا حاجات اه محد الشفاء. اه احنا من الناس عافية انا مش اخوات. احنا احنا بس انا زلنا الايام اللي حابتكوا بتعريفها اللي كان المتاحة اللي حصل احنا كنا صغيرين شباب تابعتشر سنة وعشرين سنة. فالحنا شوفناها من الناس دي. اه طبعا عندنا امل تبطغير وكل حاجة. بس اللي انا شوفناها الناس دي من السهلة من هي تبطيحهم. يعني انا شايف الناس عندها امل وكل حاجة ومنتعلق بكل ثورة ومنتعلق بكل مرة. بس انا شايف المدام السهل. مخابرات امن دولة. اه جيش شرطة. ناس اه ممثلين والقرف ده كله. ناس دي من السهلة من يجب الحكم بالسهل لواحد مدني. فالموضوع ده صعب جدا. وانا اخطت واحد من الناس مختلف على 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 الاخوان. بسرعة كان اكتبتهم ازاي ده في الموضوع ده. هم. هم كانوا اه عن سبوع على الله وعن سبوع. طيب الموضوع دلوقتي يحمد ما بقاش اخوان ولا غير اخوان. الموضوع دلوقتي يبقى مصر. انا عاد. وبقاء مصر. انت ايه رأيك في اللي بيقوله السيسي انت. الكلام ده ممكن يخوفك. والله هم لو ما يخوفنا ولا ايه حاجة بس هي فعلا الناس خايفة. خايفة ولا الانا في فرق. في فرق من الخوف والقلق. انا واحد من الناس وصحبنا كلها والناس اللي دخلت بي كلها محدش قدر ينزل مشكلة. شكرا نعم. في ناس الانا في ناس خايفة. ابو محمد من مصر معايا طيب. اه عبد الرحمن من مصر معنا. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة وبركاته. اهلاني يا عبد الرحمن. اتفضل. انا هتكلم عن نقطتين. اتفضل. النقطة الاولى انت في اول الحلقة غلطت غلطة لغوية. اللي هي ايه? قلت بن عز اهالي المتوفي. والمتوفي هو الله. المتوفى هو البنهادة. هلاصيب انا بن عز اهالي المتوفى. واشكرك جدا على تصحيح. شكرا لك وربنا يخليك ولينا كده. يعني تنتقدونا وتصلحولنا وده حاجة تسعدني جدا. نقطة تانية. كوري بك. نقطة تانية اللي هي المتوفي قائدة كيف. التي قال الله لا تجعل مصيبتنا في ديننا. احنا مصيبتنا مش في ما في المسكين. في قيادة امكلة الدين في مصر. كويس. شيخ ال أظهر أولا خريج السربون يعني هل إحنا حنتعلم الدين من فرانتا هو إذي واحدة الثانية بيقول لك الدين البوذي دين الرحمة طب كده انت تعديت على سلطات رسول الله طلعا وما ارتناك إلا رحمة للعالمين وبعدين بيقول بوذة ذلك الحكيم الصامت ومال تيدنا محمد إيه يعني يعني انت كده طيب يا عبد الرحمن عبد الرحمن يعني هكتكلمت في موضوع يخص الحلقة أو في نقضي لنا ده كله مرحب بيه بس انت خدتنا بعيد أنا حلقتي مش عن شيخ الأزهر دلوقتي عندنا واجب وقت دلوقتي الانتخابات أنا بشكرك جدا وبحييك وأهلا وسهلا بيك دايما وبشكرك على التصحيح ولو فيه نقض أنا بقبل النقض وبقبل التصحيح وربنا يخليكوا لينا لأن ده دورنا مع بعض إن احنا نقوم بعض للأسواب للأحسن نروح اسماعليا مرة تانية معي حسن اسماعليا أهلا بيك سلام عليكم ورحمة عليكم السلامة أسحاشر بالفضل يا فرد وبالتبت موضوع المدرية الأمن أيها فرد معي أنا سمعا موضوع المدرية الأمن ده على فكرة والموضوع بدأت ساعة الثلاثة للفضل تقريبا كان فيه طاعة الخدمة الموجودة وفيه الحرص معي حفظة تمام يا فرد مكمل كلامك وتنفيق الدفاع المدني اللي ينظر في المطافي في ظاهر مدرية الأمن بالضبط لو إثناها بالمتر كده تعملتها 500 متر يعني يتملت مجيش كيلو تمام والمسافة يعني مسافة المدرية الأمن من المطافي الشعب يقول لهم لا أنا 2 مليار وهد البلد ولا هدد البلد ولا أعمل حالة وترمدول وبكتة إيه الفرق هقول لك الفرق نقدر نقول إن هو الفرق إن نقدر نقول إن كان جيس ودهار دا لحنوخ لأ هقول لك إيه الفرق هقول لك إيه الفرق مشكورك وليد وهقول لك إيه الفرق أقول لستة المشاهدين عبدالفتاح السيسي يعرف كما نعرف إنه لو عدى الانتخابات دي بالتزوير وبالقمع والكلام دا كله برضو حيمشي حيمشي بصورة شعبية حيمشي بناس ترفضوا حيمشي بناس تنزل تقول عيش حرية عدالة اجتماعية حيمشي عشان ناس هتنزل تقول كرامة كفاية فهو بيستبق كل ده وبيبدأ يقول لك إنه أصلا فيه حد حييجي يدفع مليار دولار ومليار جنيه اللي هم 30 مليون دولار اللي بيدفعوا في حفلة علشان يقلب النظام عايز برضو يخدع الناس إن أي تحرك على الأرض رفضوا ده مش من المصريين ده مدبر وطبعا يعني كان زود في الكلام وقطعوا لو حضرتكوا تبعتوا وقال إن يناير حصل فيها كده مع إنه هو في الدستور بتاعه يشيد بيناير ويتغنب يعني وهو عارف إن فيه تحركات جوه الجيش مش عايزاه وعارف إنه ممكن تطلاق رغبات الشعب مع رغبات قيادة في الجيش فممكن تبقى قريب قدام مشهد انقلاب بيدعم شعبي زي ما هو حاول يقولك إن ده حصل في 3-7-2013 انقلاب على السلطة المجرمة اللي موجودة دلوقتي بدعم شعبي مش القوات المسلحة من دورها الحفاظ على الديمقراطية وده اللي قاله محمد أنور السادات بشكل واضح في بيان يمكن من 3-4 تيام ده دي وجهة نظري والتحليل اللي قدر أقولك عليه يا أستاذ وليد طالما أنت سألتني سامح من مصر معنا أهلا بك أنا أستاذ أحمد أهلا بك أحييك والله على وجهة نظرك دي تسلم أكسب بالله العظيم الراجل دوت من ساعة ما أستاذ أحمد التنطاوي ترشح بقيل لنا جاهله وضعفه وقلت إنته قلت إمت البلد اللي هو خليها ما تسوأش لا مش البلد بقى هو البلد البلد عالية وغالية هو خليها ما تسوأش والله أنا شاهدت لما تنطاوي يتكلم وترشح خطاط قلت خلاص كده ممكن نلقي البلد ممكن زي أحمد التنطاوي تنطاوي نلقي البلد من خلال اللي هو عمله فيها ممكن نلحق الشوال اللي في كتبتين إن شاء الله إنما الجاهل الجهود دوت ضرب الدنيا ضرب مصر وضعينا معايا إن شاء الله يا سامح نلحق بلدنا ونرجعها أم الدنيا بجد بشعب عزيز ودولة قوية مرة تانية بإذن الله شكرا لك يا سامح هسألكم بقى هغير السؤال لحضراتكم السيسي بيهدد بهدم الدولة ونشر الفوضى إيه رأيكم في كلامه عن الترامدول وعن الباكتة أسمع من أحمد المعايمة بمصر أهلا بيك أمس الخير يا فندم سامح نور إزاي حضرتك الله يحليك الزحمة إيه رأيك في كلام السيسي عن باكنتة البانجو وشريت الترامدول اللي بيهدد به عشان يهدم البلد إيه رأيك في كلام ده يا فندم بيفكرني يعني بحضرتك بحسن مبارك لما قال يا أنا يا الفوضى أه في ساعة في أيام 25 يناير بس مبارك كان أعقل من كده يعني ما قالش ترامدول وبانجو كلام ده هو الراجل ده يا فندم ما عندوش أي عقل خالص ده ممكن يضمر البلد ويحرقها تحب تقوله إيه يا أحمد تحب تقوله إيه أنا يعني كنت أحب أقول الأستاذ أحمد طنطاوي إنه يتمسك بال بالمراقبة الدولية على الانتخابات تمام يعني أتمنى أن الرسالة توصل للطنطاوي شكرا لك حج أحمد تحياتي لك وأهلا بيك دايما هنا بيتك ومطرحك صوت الناس ألوم كم أبو محمد من مصر معنا أبو محمد سمعني يا أبو محمد خد بالك تلات مرة دي الأخيرة يا أبو محمد آه يا أبو محمد أنا سامعك تفضل عليكم السلام أبو محمد الصوت سايق جدا أنا مش قادر أسمعك بشكل واضح يعني بنحاول أنا أسمع أبو محمد الصوت مش واضح فعلا وياريت تكلمنا مرة تانية ويكون صوتك أوضح طيب مصطفى من مصر معنا أهلا يا سيد مصطفى زي ما سمعته فخضنا الاتصال أهلا وسهلا بيه مرة تانية أمين من المملكة المغربية أهلا يا أمين أهلا أستاذ السلام عليكم عليكم السلام صاف يا أمين صاف الحمد لله الحمد لله إن شاء الله خير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا 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 بقول أن الحوار أو الكلمة التي عمها السلسي يوم أمس لم تكن موجهة للمصريين نعم بل كانت موجهة في الدعني في الخارج لأنه آخر همه هو الشعب المصري ولما كان أعطيناه ضغط أخضر في رابعة يعني عمل ضغط ذارع ولم يعني يتدخل حج في في وقته أما في الكلمة هي أول أمس الذي قال أن المؤكد نعم أقول اللهم مالك المخرج تشاء الآيق هذه الكلمة كانت قدر دعميهم من الخليج أشكرك يا أمين ووجهة النظر دي أنا لسه كنت متكلم فيها من شوية مع المخرج وبقول له هو أغلب كلامه ما بقاش للناس دلوقتي هو بيقول لهم أنا قاعد ومطول هنا وبتعوي كلام للقاتل المسلحة بس يصدقني يعني لا دول شايفينه ولا دول حاسينه يلا يلا بعدين نتكلم في الموضوع دي المخرج ما ليقولي قولي اللي أنت قلت مش عارف إيه بس خليه بعدين لأن معنا الدكتور محمد من ألمانيا دكتور محمد أهلا بيك أهلا بيك والله أنا بس حاجة بسيطة عايز ألا عليها تفضل الكلام في تعيينات يتحطت لازم ناس سيرا ماشا كويس لأن بيع شركة فالكون لنخنوق ده بيدل على أن الداخلية مش هتنزل تضرب الناس ده مجرم وبيماهد بيماهد اللي باشلوا فيه في 25 يناير اللي قلت عمو الميدان في وقعة الجمل وأنا قدت شاهد على اليوم دوت واخد ثلاثين في كتفي فهو بيماهد أن النخنوق والبنطغية ينزل وضربه لو الشعب نزل يتحرك ينزل وضربه الناس ونزول طلطاوي ده فيه تهديد ليه طلطاوي عمله هاستيريا وفضحوا وعراء وخلت العيهار تلوي خاطرة وضمريد نفسي لو فيه كيادة في الجيش محترمة يشلوه بدل ما الشعب يخلص عليه في المهادين بس ده الكلام كده ولازم القوة القوة السياسية تتاحد وأنا نقول إخوان وأنا نقول يا إخوان نماشي العمير الصريعوني كل الشعب المصري نعم كل الشعب المصري الشعب كله بشكرك دكتور محمد بشكرك جدا دكتور محمد تحياتي لحضرتك وهنا لازم نقدم رسالة الإخواتنا في الجيش والشرطة شرفك في دفاعك عن الوطن والوطن مش عبدالفتاح السيسي شرفك في دفاعك عن المصريين عن عموم المصريين عن الضعفاء من المصريين عن الغير مسلحين من المصريين على اللي بدفعوا الضرائب من المصريين علشان حضرتك تاخد مرتبك وتاخد رتبتك وتاخد طبانجتك اللي المفروض تحميهم بيها هم مين هم المصريين احنا مش بنادعوا العنف ومش عايزين عنف في بلدنا انا بتكلم على دور الشرطة ودور الجيش انك تبقى ظابط جدع انك تدافع عن بلدك عن شعبك والشعب مش النظام يا قواتنا المسلحة يا شرطتنا المصرية الشعب مش النظام الشعب هم الناس والدك ووالدتك وخالك وعمك وجارك وبتاع الفول واللي في الشارع والناس دي والناس دول دول اهل مصر ووجبك ووجبك انك تحميهم وعيب جدا انه يبقى فيه بلاك بلوك يرهبوا المصريين وعيب جدا يبقى فيه ميليشيا اسمها فالكون اسمها ميليشيا نخنوخ اسمها حمت اسمها ايا كان ترهب المصريين شرفك انك تدافع عن حرية هذا الوطن والناس بتسامح والناس تقدر تقولك عفا الله عما سلف لما تشوف منك موقف يكبرك في عينهم ويكون موازي لأي حاجة ضرتهم بها هو دلوقتي قال لك بكت بانجو وعشرين جنيه وكده فدي زل الليسان وده اللي كان بيعمله في 2013 و2012 وقبال حضرتك مع البلاك بلوك وقبالك والطرف التالث والحاجات المخابراتية والدعم الاماراتي وقبال حضرتك بدليل دلوقتي ما فيش بانجو وعشرين جنيه ما تعملت حاجة دلوقتي فهو بيقول على الأسعار القديمة فقال لك عشرين الف تمام يا حسن الموضوع هفتحه تاني بس انا هاخد على جزئين اه احمد بن مصر معنا بشكرك يا حسن سيد احمد تفضل السلام عليكم سيد احمد عزريب عليكم السلام ورحمة الله تسلام يا رب ايه الفرق بين السيسي والطنطوفي خطابهم للناس يعني معلش يا سيد احمد وانتو عزيلي على ذات اللي كان قالها يا سيد احمد من متاع التسريبيات يا سيد احمد يا سيد احمد انت لو طبعت من حوالي ثماثين او ثماثة كان في سفينة محملة بالترمادول التي نجهبها لو من كيش الترمخط الترمخط يا سيد احمد دول اصابة مجرمة ربنا ينتقل منهم عزيلي احمد اشكرك يا احمد شكرا لك شكرا لك يعني ارجو الاختصار عشان ناخد تعليقات كتير من حضراتكم ابو احمد من مصر معنا ايه الفرق بين عبدالفتاح السيسي واحمد تنطوي من وجهة نظرك ابو احمد معي احمد تنطوي وشه باشوش اه تفضل اه انا معاك يا سيد احمد تفضل اه لست احمد وشه باشوش ومعاك ام ومصرية وابو مصرية يختلف على المجنب اللي جاية على الجبور وعليها بتاع الناس اللي هم تدائمين الناس اللي كانوا بيحاربوا في اسرائيل وقالوا في اسرائيل وروح نابس جبورهم ده عايزة كبري ده عايزة كبري ده عايزة كبري مفيش الله الكبير يتيجي عند الجبور بتاع الوسطين بس وبدت عند الجهود بس عبدالله بس احمد عايزة كبري من عند عايزة كبري من عند الجوب من عند الناس اه 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 ام عايزة انا انا يعني الصوت واضح يا جماعة انا متسمع كويس انا انا عموما لما حدي بتصد يا جماعة عشان نبقى متفقين باختصر مع اللي انا متسمع كويس لاني لازم اكون سامح حضرتك بتقول ايه علشان ما ينفعش مرر اي رسالة كده فرجاء نكون في مكان في شبكة كويسة ويعني حافظ على انك تكلمني من التلفون تسمعني من التلفون مش من التلفزيون وتكون قافل سبيكر لو سمحت سيد احمد من مصر معنا اهلا بيك اهلا بيك ازاك يا سيد احمد اهلا بحضرتك اهلا اهلا اتفضل الله خير بقول لك بسيد احمد انت بتقول لي ايه الفرق بين دا ودا الفرق بين الضنر اللي هو وراك يا سيد احمد دا رمضان وامل هو دا الفرق انا عنديش فرق غير كده بعدين يا سيد احمد انا لما كنت بتفرج على الفيديوهات بتاعة كاراتين قلت احنا بيه انا اتغيري. بس لما شفت الرجل ده فيش سارع وقالت بالله داني امل. حتى بقى لو هو بتاع مخابرات بتاع اي حاجة بس هو داني امل. انا حسيت ان لمصر هتبقى معا حلوة. يمسك بقى يلعب بينا اشتغل وماشتغلناش يطلع راجل كويس مش كويس. انا حريزه اتغير مكان الغلزل اللي جمه ده. اللي هو السيسي ده. تمام يا ابو حميد انا انا بشترك جدا يعني لسه فيه امل والناس تقدر تغير. انا سامي من امريكا تعليق حضرتك ايه على طريق الطرح عبدالفتاح السيسي وكلامه مع الناس وطريق الطرح وكلام احمد طنطوي مع المواطنين المصارين. اتفضل. مساء الله خير. اتفضل. هو اولا يعني ممكن اتكلم عن وضع حريق المبنى. اتفضل. اتفضل. اه هو الحريق ده له هدفين. الهدف الاولاني ان هو. يلبسها للاخوان والناس اللي هما بيعرضو. ولهذا في التاني ان هو بطوع الامارات انا الحضرتها قولت ان انه مكان استراتيجي. يعني مكان كويس يعني. فتلاقيت طوع الامارات قالولو ان ده مكان كويس فعاعدين يستثمره فيه زي ما بيعاعدين لوقت يأخذوا زبط الحربية. اه سوري. الكلية الحربية. عاعدين يأخذوا مكان كليةها. الكلية الحربية واستثمره فيه. اه. لان المسخرة لما لاقي والله الحبتور بيقول للمصريين شيلوا الكلية الحربية من هنا عشان عايزين انقلوها عشان احنا عايزين نستثمر هنا. ده ايدا. ممكن يكون نفس العملية. ممكن يكون بس هو ما قدرش يشيل مدرية الامنة في كل عمليا نروح حرقها بعد كده خلاص بقت جاهزة للجماعة اللي هم عايزين يتوقع. ده متهاجة لوجهة نظري. الحاجة التانية ان هو بالنسبة ان عسكرا الناس بتأيض تنتاوي ليس حبا في تنتاوي علشان نهمك قرحا في السيسي. هو السيسي محدش قبله. سيد داني تقول لك. لكن هو يعني اللي قدامهم حاليا هو تنتاوي. عشان كده الناس بتجري. لكن انا بصراحة يعني هو يعتبر احسن الموجودين حاليا ان احنا مش عارفين. عموما الاستسامي خليني اقول لحضرتك ان اللي يامل اللي جاية ربما يكون في مرشحين اخرين لا تنتاوي ولا يماما الناس دي. ويكون في ناس مختلفة. ده مش تقليل من حاجة عايز اقولها كمان. طيب. سريعا لان في ممتصرين اخرين يا فاند. لا هو على طول. لا انا حتى في حاجة عايز اقولها بس. مش عايز اقولها هو على طول. عايزة يعني اقول هلك انت او ولا سبها في الكنترول وهم يقولوا هلك. طيب. اتمنى حاجة افضل معانا والكنترول هيكلمك دلوقتي وياخد منك. انا معروف. اشكرك جدا يا سي سامي تحياتي ليك. محمد من اسكندرية اهلا ناس محمد. محمد تفضل. عامل يا ابا عبدالله اضايق. ربنا يخليك تسلم يا رب تحياتي ليك. وصحب عبدالله اليوماني اللي جانين دولة. هتحصل حاجات زي ما حصلت سبودية امن اسماعليا. محمد. وهجيبوا ناس يبدعوا انهم اضلوا اخوان. ان شاء اللي انت عارفوا العلام اللي يعني. محمد. فان عاد اقول المواصرين يعني فوقه. وان عارف ردي مؤامرة هو. عاملها من زمان بيقرارها. ونفس الناس تفوق شوية يعني. نفس الناس تفوق. ده لا ده اقوله. وان شاء الله نهايته الرابط. والله نهايته الرابط. عاز اقولها لكل المصريين. شفتو كان متوكر ازاي? مش عارف الكلام يوعى بينه. فده رسالة الحمد لله. وان شاء الله نهايته على ادينا ربا ازبالله. شكرا لمحمد. امو طارق من مصر معي. امو طارقة فضالي. امو طارق معي. اهلا لمطارقة. ايوة معي. اهلا. ايوة. 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 يا حضرتك. عامل ايه. طبعا. 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 في فرق بين احمد طنطوي والعمل الصهيوني ده. وبعدين ده عباس ترمضوري اللي بقوله عليه. انا ما عرفش اسام المخدرات اللي بقوله على دي. ايوة. 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 استاذ احمد انتم كنتوا جايبين التسريبات بتاعة عباس كامل مع. صحيح. مع السيسي لما بيتكلموا. وقولك ترمضول. فاحنا ده من اول ما مسك البلد ده هو دي عصابة. دي هما كانوا عصابة. بيتكلموا بطريقة اللي هما بتطع المخدرات. ومش مش طريقة ناس محترمة. فاحنا التنطوي راجل محترم بصراحة احنا ما شوف لاش حاجة منه وحشة. بس وان شاء الله ان شاء الله هننزل ونقيده بإذنك. ان شاء الله يا مطالب اشكرك. شكرا لك تحياتي لحضرتك. ام محمد من مصر معنا اهلا بيكي. اهلا بحضرتك زيك يا سيد احمد. اهلا وانا سهلا بيك يا فرق من وجهة نظرك بين طرح عبدالفتاح السيسي اللي بيترحوا للناس وانه بيديهم افاهم بقى كده هو قاعد ويتكلم. واحمد تنطوي اللي واقف وسط الناس وبيتكلم. بس يا سيد احمد انا بس عايزة اثرت حاجة من خلال القناة تكن دي. ان انا عايزة اقول بس التنطوي يعني هو راجل كويس ورجل زي الفل بس ما يمشيش على اللي هو ايه قلت يبص راس الستات. وكلام اللي هو بيعمله ده عشان ده بزء من اللي بيعمله السيسي. ودي برضو معزم الناس بيعلقوا على الحتة دي. دي حاجة. الحاجة الثانية احمد اه انت عارف ان احنا عادين والطايرات عملها تفوينا بطريقة رهيبة. صوت بص يطرش. عبي عملية رعب للناس. الطيرات عالينا ماشى من فوق. يعني عمل حاجات عملية سعر للشعب. حاجة تانية هو يعني الشرطة مش شافة ان هو بتده يولع في المديريات والحاجات دي. يعني هو بيموت فيهم. يعني هي موت الشعب. والشرطة دي مش جزء من الشعب. مش شايفين الغلاء والكوا. ده انسان مجرم. مجرم بطبعه. والشعب اساسا اللي بيرقصه ده حزنا الله ونعمة الوكيل فيهم. حزنا الله ونعمة الوكيل فيهم. ما خل الشعبات الشعبي حسب على هم بيعملوا ده. وشكرا يا استاذ عبد. شكرا يا محمد باشكر حيث جدا. اهلا بيك دايما. وريد من مصر معنا. اهلا يا استاذ وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الفرق من وجهة نظرك. بين اسلوب احمد طنطاوي وبين اسلوب عبد الفتاح السيسي. فرق اني فرق بين الامل والترمدول زي محضراتكم كاتبين. بين العقل والهرتلة والغضل. يعني ممكن اقول خلاصة ان كل اناء ينضح بما فيه. بس انا انا عايزة اركز على فرق تاني. حس انه من المفروض ان احنا اتكلم في الايام. بعد اللي قالهم بارها. هو بيقول الاول من فترة لان حبي يهدد الشعب. قال لهم. قال لهم انا هفرد الجيش في سبت ساعات. صحيح. صح. صحيح. ايه اللي خلال الفرق دلوقتي ده نهاردة لما يحبي يهدد الشعب يقول لهم لا انا اتنين مليار واهد البلد وانا هدد البلد ولا عمل حالة وطرمدول وبكتة. ايه الفرق? هقولك الفرق? هكذا الفرق اني قدر نقول ان هو الفرق اني قدر نقول اني كان جيش ودهاردة نخنوخ? لا. هقولك الفرق. هقولك الفرق. ما شكرك يا وليد. وهقولك ايه الفرق? اقول للسادة المشاهدين. عبدالفتاح السيسي يعرف كما نعرف انه لو آآ عدى الانتخابات دي بالتزوير وبالقمع والكلام ده كله برضو حيمشي. حيمشي بصورة شعبية. حيمشي بناس ترفضوا. حيمشي بناس تنزل تقول عيش حرية عدالة اجتمعية. حيمشي عشان الناس هتنزل وتقول كرامة كفاية. فهو بيستبق كل ده. وبيبدأ يقولك ان اصل فيه حد هيجي يدفع مليار دولار اه ومليار جنيه اللي هما تلاتين مليون دولار اللي بيدفعوا في حفلة علشان يقلب النظام. عايز برضو يخدع الناس ان اي تحرك على الارض رفضه ده مش من المصريين ده مدبر. وطبعا يعني كان زود في الكلام وقطعوه لو حضركم تبعته وقال ان يناير حصل فيها كده. مع ان هو في الدستور بتاعه يشيد بيناير ويتغنب يعني. وهو عارف ان فيه تحركات جوه الجيش مش عايزاه. وعارف انه ممكن تطلاقى رغبات الشعب مع رغبات قيادة في الجيش. فممكن تبقى قريب قدام مشهد انقلاب بيدعم شعبي. زي ما هو حاول يقول لك ان ده حصل في تلاتة سبعة الفين وتلات عشر. انقلاب على السلطة المجرمة اللي موجودة دلوقتي بدعم شعبي. مش القوات المسلحة من دورها الحفاظ على الديمقراطية. وده اللي قاله محمد انور السادات بشكل واضح في بيان يمكن من تلاتة اربعة ايام. ده دي وجهة نظري. والتحليل اللي اقدر اقول لك عليه يا استاذ وليد طالما انت سألتني. سامح من مصر معانا اهلا بك. اهلا وسلم. اهلا وسلم. بحقيك والله على على وجهة نظرك دي. تسلم يا رب. اكسب بالله العظيم. الراجل دوت. من ساعة ما استاذ احمد التنطاوي. ترشح بقيل لنا جاهله وضعفه وقلت انتو قلت البلد اللي هو خليها ما تسويش. لا مش البلد بقى هو البلد البلد عالية وغالية. هو خليها ما تسويش. والله انا شاهدت لما احمد التنطاوي يتكلم وترشح خصاص. قلت خلاص كده ممكن نلحق البلد. ممكن زي احمد التنطاوي تنلبع البلد اللي هو عمله فيها. ممكن نلحق الشوال اللي كنتين. ان شاء الله. نما الجاهل الجهود دوت ضرب الدنيا. ضعي على مصر وضعينا معي. ان شاء الله يا سامح نلحق بلدنا ونرجعها. ام الدنيا بجد. بشعب عزيز ودولة قوية. مرة تانية بإذن الله. يا رب. شكرا لك يا سامح. هسألكم بقى هغير السؤال لحضراتكم. السيسي بيهدد آآ بهدم الدولة ونشر الفوضى. ايه رأيكم في كلامه عن الترامدول وعن آآ الباكتة? اسمع من احمد المعامل مصر اهلا بيك. اهلا بيك. انا مساء الخير يا فندم. مساء نوري زي حضرتك. الله يحليك الزحمة. ايه رأيك في كلام السيسي عن باكتة البانجو وشريط الترامدول اللي بيهدد به عشان يهدم البلد. ايه رأيك في كلام ده? يا فندم آآ بيفكرني يعني حضرتك بحسن مبارك لما قال يا انا يا الفوضى. اه. في ساعة اه 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 ايام خمسة وعشرين يناير. اه بس مبارك كان اعقل من كده يعني ما قالش ترامدول وبانجو كلام ده? هو الراجل ده يا فندم ما عندوش اي عقل خالص. ده ممكن يضمر البلد ويحرقها. اه. تحب تقوله ايه يا احمد? تحب تقوله ايه? انا يعني كنت احب اقول له استاذ احمد طنطاوي انه يتمسك بالمراقبة الدولية على الانتخابات. تمام. اه يعني اتمنى ان رسالة توصل طنطاوي شكر لك حج احمد تحياتي ليك واهلا بيك دايما هنا بيدك ومطرحك صوت الناس الوم كامل. ابو محمد من مصر معانا ابو محمد. سمعني يا ابو محمد. خد بالك تلات مرة دي الاخيرة يا ابو محمد. اه يا ابو محمد انا سامعك اتفضل. عليكم السلام. ابو محمد الصوت سايق جدا انا مش قادر اسمعك بشكل واضح. يا ابو محمد صوت واضح. يعني بنحاول. طب طب. انا اسم ابو محمد الصوت مش واضح فعلا. ويا ريت تكلمنا مرة تانية يكون صوتك اوضحة. طيب. مصطفى من مصر معانا اهلا يا سيد مصطفى. زي ما سمعته فقضنا الاتصال اهلا وسهلا بيه مرة تانية. امين من المملكة المغربية. اهلا يا امين. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام. صاف يا امين. صاف الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله خير ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انا 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 اه بقول ان الحوار او الكلمة التي عماها السلسي يوم امت. لم تكن موجهة للمصريين. نعم. بل كانت موجهة في الدعمية في في الخارج. لانه اخر همه اه 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 الشعب المصري. ولما كان اعطيناه دور اخضر في رابعة. يعني عمل اه اه مجزارة. ولما ولما يعني يتدخل حج في وقته. اه اه اما في كلمة هي اه اول امس. الذي قال ان ان الملكة. اللهم مالك الملكة انتشاء الآية. هذه الكلمة كانت وجداني دعميهم من النقود طيب أشكرك يا أمين ووجهة النظر دي أنا لسه كنت بتكلم فيها من شوية مع المخرج وبقول له هو أغلب كلامه ما ببقاش للناس دلوقتي هو بيقول لهم أنا قاعد ومطول هنا وبتعوي كلام للقاتل المسلحة بس يصدقني يعني لا دول شايفينه ولا دول حاسينه يلا بعدين نتكلم في الموضوع دي المخرجة ما ليقولي قولي اللي أنت قلت مش عارف إيه بس خليه بعدين لأن معنا الدكتور محمد من ألمانيا دكتور محمد أهلا بيك أهلا بيك والله أنا بس حاجة بسيطة عايز ألع عليها تفضل الكلام في تعيينات تحطت لازم ناس سيرا مشاك كويس لأن بيع شركة فالكون لنخنوق ده بيدل علي أن الداخلية مش هتنزل تدرب الناس ده مجرم وبيماهد بيماهد اللي باشلوا فيه في 25 يناير اللي قلت حمو الميدان في وقعة الجمل وأنا قدت شاهد على اليوم دوت وأخذ ثلاثين في كتفي فهو بيماهد أن النخنوق والبنطغية ينزلوا يضربوا لو الشعب نازل يتحرك ينزلوا يضربوا الناس ونزلوا تنطاوي ده فيه تهديد ليه تنطاوي أعملوا هستيريا وفضحوا وعراء وخلت العيهار تلوي خاطرة وضمريد نفسي لو فيه كيادة في الجيش محترمة يشلوه بدل ما الشعب يخلص عليه في المهادين بس ده كلامي كده ولازم القوة القوة السياسية تتاحد وأنا نقول إخوان وأنا نقول إخوان كل الشعب المصري نعم كل الشعب المصري بقى بشكرك دكتور محمد بشكرك جدا دكتور محمد تحياتي لحضرتك وهنا لازم نقدم رسالة لإخواتنا في الجيش والشرطة شرفك في دفاعك عن الوطن والوطن مش عبدالفتاح السيسي شرفك في دفاعك عن المصريين عن عموم المصريين عن الضعفاء من المصريين عن الغير مسلحين من المصريين على اللي بدفعوا الضرائب من المصريين علشان حضرتك تاخد مرتبك وتاخد رتبتك وتاخد طبانجتك اللي المفروض تحميهم بيها هم مين؟ هم المصريين احنا مش بنادق العنف ومش عايزين عنف في بلدنا انا بتكلم على دور الشرطة ودور الجيش انك تبقى ظابط جدعا انك تدافع عن بلدك عن شعبك والشعب مش النظام يا قواتنا المسلحة يا شرطتنا المصرية الشعب مش النظام الشعب هم الناس والدك ووالدتك وخالك وعمك وجارك وبتاع الفول والي في الشارع والناس دي والناس دول دول اهل مصري ووجبك ووجبك انك تحميهم وعيب جدا انه يبقى فيه بلاك بلوك يرهبوا المصريين وعيب جدا يبقى فيه ميليشيا اسمها فالكون اسمها ميليشيا نخنوخ اسمها حمت اسمها ايا كان ترهب المصريين شرفك انك تدافع عن حرية هذا الوطن والناس بتسامح والناس تقدر تقولك عفا الله عما سلف لما تشوف منك موقف يكبرك في عينهم ويكون موازي لأي حاجة ضرتهم بها قبل كده المصريين طيبين وما بينسوش الحلوة وما بينسوش الوحش بس محمود من مصر اهلا بك استاذ محمود معانا عليكم السلام ورحمة الله اهلا عليكم فضل يا فانك الله يخليك محمود بكت بانجو شريط رمضون يقولوا ألف جنيه آآ آآ هذه الخطة لإسقاط الدولة هو السيسي قصده ايه؟ هو السيسي يا باشا قصده معروف انه هو يعني هو بلطاجي في النظر هو من يوم ما جيه هو معروف الناس انه هو بلطاجي هو جاي بالتحفادة وجاي بالسلاح وآآ فكده كده عدل نفسه اول ما عدل نفسه انه هو بلطاجي فده شيء طبيعي ده مش متوطاجي بس انا عايزة اقول له هايضك على حاجة تمام هو انتو في الاعلام بتتكلموا بتقولوا البلطاجية وعي موت الشعب انت ناسين من الشعب المصر ده باشا الهو هو اللي طرد العدوان السلاح الشعب المصر ده اللي فشخ اسرايل تمام الجوال العربية كلها عايش على حاجة مين هو كان ده لطاجي موجود المصر يا باشا تلتمائة الف انت تتكلم سمية واربعة مليون اقول سبعين مليون ده انا بتكلم انا بتكلم في حوالي اكتر من يعني اتنين مليون بلطاج او مسجد الخطر انا بتعمل اشواق سبعين مليون انت عارف البلطاجي ده باشا ده اجدى واحد على وش الارض ليه بتخوف الناس من البلطاجية انا تعملت معاهم قسم من دلالة عظيم اجدى الناس على وزن الارض ما تخوفوش الناس بلطاجة وبلطاجية لا 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 محمود سنة 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 محمود الله يخليك لا 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 مين بيخوف الناس لا 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 الشعب غلاب رط الناس غلابة يا محمود احنا بمخوفش الناس احنا لازم نقول ان فيه فيه خطر فيه مليشيات بيتم تجهزها فيه فالكون وغنخنوخ يا محمود لنما انا مش بخوف الناس بس فيه قلوب الشعب المصري طيب انا لازم افاهم الناس ده ان ده حاصل انا مش بخوفهم انت فهمني غلط يا محمود انا عايز اشكرك جدا واقول لك ان فيه فرق من انا اقول له معلومة وواقع حاصل وان انا اقول له يا شعب خاف ايه وعفتلي قدام نخنوخ عمري ما قلت كده ولا هقول كده وانا اكثر ايمانا بهذا الشعب من اي حد انا براهن على الناس دي طول عمري الناس الجدعان ولاد البلد دول اللي انا عارفهم كويس قوي الناس المدنيين اللي كانوا مبارح واقفين قدام مدرية امن اسمعالية بيطلعوا المصابين من المجندين والامناء والزباط هو ده شعبنا هم دول اهلنا هم دول اهلنا بالمناسبة ده ده موقف المفروض الشرطة والمصارات تعرفه كويس اللي طلع الناس المجندين اللي طلع الناس بيط прямо حواف معهم بردو كانوا المدنيين ولا اياه محسين انا معيا محسين من اسماعالية اهلا بيك السلام عليكم عاليكم السلام ورحمة الله وبركاته افضل يا فدل قولي لي ايه اللي حصل في اسماعالية في اسماعالية طبعا احنا مقضيين يوم حزين جدا اسماعالية كلها حزينة عالي حصل وطبعا كل العالم شاف اللي حصل اسماعليا لولدنا وكلهم يعني عساكر لولدنا وهو اوعد مبارح وعد ان هو هيخليها خراب والنهاردة وفى بالوعد بتاعه وولع اول حاجة مدريت امن اسماعليا ولسه فيه من الكم اللي هيولعه من البلطاجية اللي هو جايبهم صبري نخنوخ والارجاني والعصابة بتاعته اللي حصل ام حسين انت من قريب منطقة في اسماعليا انا من حي السلام عظيم او حي السلام انت عارفة ان المنطقة اللي فيها مدريت الامن الدفاع المدني ايش بعيد عنها صح? اكيد طبعا وقدام هترعت اسماعليا كمان بالمرة صح? اكيد هل برايك برايك تم التعامل بسرعة بدأوا يطفوا بسرعة ولا كان فيه فيه طباطق انتو شايفين ايه على ارض الواقع هناك في اسماعليا؟ يعني الحريق ابتدأ من الازان الفجر خلص ساعة عشرة او لحد بعد ساعة عشرة كان لست فيه اطفاء كان تبريد ده المتأخر هو تبريد المكان اه 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 كان يعني الناس في حالة زعر جمدة اهل اسماعليا وفي حالة حزن شديدة طبعا بلدنا ونخاف عليها ومش عايزين ضرر لا العسكري ولا المدني كلهم ولادنا كلهم ولادنا وكلنا حزنين عليهم في الاول وإحنا لدرجة ان احنا قلنا لو هو هيهد البلد يفضل فيها والدرامة هيولح في ولادنا وهيولح فيها كده يفضل فيها ويشباح الدرامة خلى الناس جاعد في عهده الناس جاعد مش فيها تاكر طيب انا بعزي بعزيك يا امه حسين وبعزي شعب اسماعليا اهلنا وبعزي ولادنا في الشرطة شكرا وبعزي اهلنا المدنيين وربنا يكون صعون الناس يا رب اشكري يا امه حسين تحياتي ليكي احمد من مصر اهلا بيك يا اساس احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله هل السيسي كان بيقول لنا يا روشيتة للي كان بيحصل قبل كده وازاي كان الطرف التالت بيتصرفت رمضون وبكيتة بانجو مش عارف ايه انا سألتك يا احمد وسامعك مش عارف تسمعني ولا لا او معاك والله انا اول مرة اشارك معك في البرنامج يسعدنا اه طبعا انا كنت عايزة اقول حاجة بس اه يعني انا اولا كنت اه من وططالين اللي انت عارفهم طبعا اللي اتحبسهم من 2013 واول مرة اشارك وتحوي كلهم معنا وملهم حد ما اشارك طبعا على البرنامج قولي بس احنا عايزين اقول حاجة يعني بجد من عالبينا بتاعنا احنا شوفنا حاجات اه محد الشفاء اه احنا من الناس عفقية انا مش اخوات احنا عادينا كنا ضد الاقوات بس نازلنا الايام اللي حابتكوا التعريفها اللي كان المسباح اللي حصل ازاي كنا ضغيرين شباب تبعتشر سنة وعشرين سنة فالله احنا شوفنا من الناس دي طبعا عندنا امل تتغير وكل حاجة بس اللي احنا شوفناها الناس دي من السهلة من اتحب الحب يعني انا شايف الناس عندها امل وكل حاجة ومنتعلق بكل ثورة ومنتعلق بكل مرة بس انا شايف المضام السهل مخابرات أمن دولة جيش شرطة ناس ممثلين والقرف ده كله ناس دي من السهل أن نرسلوا الحكم بالسهل لواحد مدني فالموضوع ده صعب جدا وأنا قدت واحد من الناس مختلف على الإخوان بشكل كنتبتهم ازاي ده في الموضوع ده وهم كانوا آه عن سبوها على الله وعن سبوها الموضوع دلوقتي يحمد ما بقاش إخوان ولا غير إخوان الموضوع دلوقتي يبقى مصر وبقاء مصر أنت إيه رأيك في اللي بيقوله السيسي أنت الكلام ده ممكن يخوفك والله هم لو ما يخوفنا ولا أي حاجة بس هي فعلا الناس خايفة خلينا سرحة الناس كلها خايفة خايفة ولا الآن في فرق في فرق من الخوف والقلق الاثنين أنا واحد من الناس وصحبنا كلها والناس اللي دخلت بي كلها ما حدش قادر ينزل مش كاد شكرا نعم في ناس الآن في ناس خايفة أبو محمد من مصر معايا ولا فقدنا تصال طيب عبد الرحمن من مصر معايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاني عبد الرحمن تفضل أنا هتكلم عن نقطتين تفضل النقطة الأولى أنت في أول الحلقة غلطت غلطة لغوية اللي هي ايه قلت بن عز أهالي المتوفي والمتوفي هو الله المتوفى هو بنهادة هلاصي بقنا بن عز أهالي المتوفى وأشكرك جدا على تصريح شكرا لك وربنا يخليك ولينا كده يعني تنتقدونا وتصلحو لنا وده حاجة تسعدني جدا نقطة تانية في نقطة تانية قول لي بقى نقطة تانية اللي هي الشيخ الأظهر قاعد جنب السيسي وعمالي سقف كويس الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا احنا مصيبتنا مش في ديننا في المسكين في خيادة المسكين في خيادة الدين في مصر شكرا لأظهر أولا خريج السربون يعني هل احنا حنتعلم الدين من فرانتا شكرا لأظهر دي واحدة التانية بيقول لك الدين البوذي دين الرحمة طب كده انت تتعديت على سلطات رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام وما ارتناك إلا رحمة للعالمين وبعدين بيقول بوذة ذلك الحكيم الصامد ومالت يدنا محمد ايه يعني يعني انت كده طيب طيب يا عبد الرحمن عبد الرحمن يعني حكا تكلمت في موضوع يخص الحلقة أو في مقضلين ده كله مرحب به بس انت خدتنا بعيد أنا حلقتي مش عن الشيخ الأظهر دلوقتي عندنا واجب وقت دلوقتي لانتخابات أنا بشكرك جدا وبحييك وأهلا وسلام بيك دايما وبشكرك على التصحيح ولو فيه نقض أنا بقبل للنقض وبقبل للتصحيح وربنا يخليكوا لينا لإن ده دورنا مع بعض إن احنا نقوم بعض للأسواب للأحسن نروح اسماعليا مرة تانية معايا حسن اسماعليا أهلا بيك سلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حسن تفضل يا فان أهلا بمناسبة موضوع المدرسة الأمن أيها فان معايا أنا سمعا موضوع المدرسة الأمن ده على فكرة والموضوع بدأت ساعة 3 الفتر تقريبا وكان فيه طاعة الخدمة الموجودة وفيه الحرص معايا حفظة أهلا تمام يا فان نمكمل كلامك وتنفيق الدفاع المدني اللي نظر في المطافي في ظاهر مدرسة الأمن بالضبط لو إثناها بالمتر كده تعملتها 1500 متر 700 متر يعني تعملت وكيش كيلو والمسافة بكالكة يعني المسافة للمدرسة الأمن من المطافي ما فيش أي عواقف قدامهم خاصة أن المدرسة الأمن يعني فحصل طبعا ساعة النمة وساعة الزحمة والناس وقفة تتفرج واللي بيترخ فوق بيترخ واللي هو تحت واقف وأصيصا في مدرسة الأمن جوة فيه أمن اللي هو المدني بفاع المدني فيه طبيات حريق فيه خلاطين مية ما حاجة عمل حاجة ما حاجة تدخل السياب والحريقة تتفرج عليها وقالوا مستهارضي مستهارضي بسك من فوق ولا من تحت ولا من نصف حصل جي تتكاسل ده اللي بخلينا نسأل يا حسن ده اللي بخلينا نسأل يا حسن ده اللي بخلينا نسأل ايه اللي حصل بالزبط انا طبعا بعزيك وبكرر تعزيه الاهل اسماعيلية وبشكرك يا حسن على المداخلة امو محمود بن مصر معايا اهلا بيك السلام عليكم بحيات الحضرات عليكم السلام اهلا وسهلا امو محمود ايه رأيك في كلام السيسي مبارح عن الترامدول والبانجو وهد البلد والله يا حضرتكم تعافي السيسي هو بيعمل ايه في البلد والله لا وكمان كلم حضرتك مبارح نكتبك انه يعني وبتكلم عن نفسه طبعا في الحاجات دي من الاول خالص وحنا عارفين ما بتوعت رمضوط وفتوحك وقود ندراك الماسك والعرجاني كان في السينا فالحمد لله يعني ومشاغلين او بالمقواس جدا في الموضوع ده بس حضرتك برضو تفتكر من بلا احنا هو الفشل وفشلين وما يومش مكان طبعا دلوقتي حضرتك ووزارة الاوقاف ولعت دلوقتي مدريت امن العريش ولعت الحادث اللي حصل في العريش وبعد كده قاله ده مدريت امن الاسماعيلية دلوقتي ولعت والبقاء لله المتوفي وربنا يا رب يعني ايه يصبر المصابين ويقوم بألف سلام مفيش تأمين فيه الفشل طب فيه الفشل وفشلين تاني حاجة حضرتك بولدك انه الثورة هو خايف حضرتك من الثورة وانشاء الله بإذن الله الثورة جاية عشان يتحاسس هو وكل اللي معاك طنطوي بقى ومش طنطوي والناس اللي تتكلم على طنطوي بس يا جماعة بتغضي نظر عن طنطوي وهو قال ايه وقصوكم مع الناس بس طنطوي عامل حالة كويسة في قلب الشارع حالة كويسة الناس نزلت الشارع ان شاء الله كده كويس يا امو ساهي يا رب العالمين نعم وتبقى القومة بقى تنزل الشارع كرة التلجي بتزيد وبتكبر كل يوم يا محمود ان شاء الله بإذن الله دي حاجة كويسة جدا نعم وشكرا لحضرتك شكرا لك يا فاجة بشكرك جدا امو محمد من مصر اهلا بيكي سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ازايك يا امو محمد عاملة ايه زاكن دا يا حبيب انت مجاتش مبارح لها انا جيت والله كنت موجود والله يا رب والله هيك وانت بخير انت اللي ما شفتيش ايه رأيك في كلام السيسي عن البنجو والترامدول والكلام ده وهد الدولة ماذا يا حبيب قلبي مهضو اسلوب بلط高ية اه دي اسلوب بلطة ايوة اه اللي يتلم على نخنوخ واللي يتلم على العرجاني هيبقى بلطاق 자연 هيهم هو ملطاق قصلا يا أستاذ احمى ودي اسلوب بلطاقى ترامدول اه وبكيتة اه دي اسلوب بلطاقى مايقول حشان لبلطاقى دي مايقول حشان لبلطاقى يا أستاذ احمى اللي رايحي يسلم شكرا monsters الى الاخنوق. ربنا ينتئم منه. ربنا ينتئم منه وقاف شر قامله وهو اللي عمل الولعم بتاعت اسماعيلية دايج. هو اللي عمل محفوش حد غيره. ربنا ينتئم منه. ربنا ينتئم منه وقال شر قامله كمان وكمان. آمين يا رب شكراً يا محمد. شكراً نوارتينا ربنا ي... ي... تسلم Yeikle reasonablyYeah جيك يخلي كلنا دايماً يا رب. محمد من اسماعيلية معانة محمد اهلاً بيك. عملكا سس thankfully. لماذا الناس مصرا ان عبدالفتاح السيسي ورا اللي حصل في مدريته امن اسماعيل. دي حالة قدمت مليون سمية ص覚. ليه? عارف ليه? اه اه انا الاول مع حضرتك غدا لو انا لو تفكر ان انا كلمت عضرتك قبل كدا ولقد لك ان السيسي جابت دمر مش هبكت uno. ايوة ايوة انفاكر زي كده. اه. قولي بقى ليه الناس مصرة ليه ناس كتير بتتكلم عن السوشيال ميديا ان ده اللي عمله عبد الفتاح السيسي أيو سيد أحمد عبد الفتاح السيسي كان هنا في المعالية من جيمة 3-4 سيار أيو تمام الموضوع ده اتعمل بعد انه مشق ما فيش بيومين 3 أيو يعني هو هو جايد أشنكر و داي نفذها معنا صح هو ورد كل اللي بيحصل سعلا يعني شكرا محمد بشكرك جدا وبكرر تعزية لحضرتك ولكل الناس في اسماعيلية محمد أحمد من بريطانيا في مدخلة سريعة جدا عشان الوقت السلام عليكم عليكم السلام وبركاته تفضل يا فان اللي حصل في اسماعيلية ده ما هوش جديد ولا غريب ما هعمله كده في الاستاذ بتعبر سعيد برضه الفرد المصري المواطن المصري أنا بتكلم عن مدني موش العسكر مالوش ايما عندهم إذا كان حرق سحيحرق تاني هو ده بيوريهم بس ده ممكن يحصل ايه هما لو هو جاب نخنوخ يعمل بي ايه شكرا مالوقت شكرا لك مشكرك جدا عندي بس مشروع كده عايز أوصل لك به ازاي عبدالفتاح السيسي بيتكلم وبيفكر وبيخطط للمواطن المصري السيسي ومشروع المشروع القومي للبلازمة تكلم عنه النهاردة عبدالفتاح السيسي ازاي الناس تعمل حسابها انها تبيع دمها عشان ده يبقى مصدر داخلي ليهم ده مش كلامي تفضل معي مش مقبول ومش هيتقدم تاني في مقابل فيها يا خالد وانا دايما بستفيد من اللقاءات دي عشان القاء الدوق على اكبر حاجة ممكنة النهاردة دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز لو هيتبرع مرة في الاسبوع كم في الشهر بلاش تقول طيب طيب لو مرتين بلاش تقول طيب رقب معتبر ممكن يتقدم في مصر ملايين يا خالد الحلم كان ملايين الحلم اللي عندي انه ميبقى ايه ملايين ملايين يبقى انا قدرت اجيب دخل من فكرة تحسن من صحة الناس ده كلام عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي بيقولك اتبرع مرة واتنين في الاسبوع بالبلازمة علشان المكافأة اللي بتاخدها تبقى مصدر داخلي ليك انا مش هتكلم ومش هعلق علشان هو عايز يعمل ده تجارة او او يخلي مصر مصدر تصدير للبلازمة ولا يعنيني انه عايز يصدر لبرة بعد ما يكفي الحاجة الداخلية مش ده اللي هقف عنده اللي هقف عنده انك بتتكلم عن ان ده يكون تفكير المواطن المصري يعني مراته مثلا تصحى الصبح تقوله هنتغدى ايه النهاردة منين يقولها ما تروحي تتبرعي بالبلازمة وتجبيلك عشرين تلاتين مية جنيه ماشي بيهم يومك بيتكلم عن ان ده يكون مصدر داخل للمواطن انت متخيل احنا فين بالمناسبة هو قاعد يضرب كلام ويقولهم ايه المواطن يتبرع مرة واثنين وثلاثة طبعا هم مش عارفين يردوا علي مش عايزين مش عارفين يردوا على التخاريف دي لان ده كلام مش علمي لان في الاخر وزير الصحة دكتور ومصطفى مدبوري اللي سألوا مهندس الناس دي على الاقل عندها الحد الادنى من العلم عموما ما تصدقش ردت على عبدالفتاح السيسي وكالعادة بيطلع زهير هم عندوش ومش فاهم ومش شايف معانا رد ما تصدقش اهو ما تصدقش جابت كلام عبدالفتاح السيسي وبتقول ممكن ننزل بس نشوف لا لا نطلع فوق نطلع فوق معلش التصحيح الكلام ده غير صحيح انهي كلام كلام ان الناس تبرع مرة واثنين بالدم ليه بيقولوا لا يمكن التبرع ببلازمة دم مرتين في الاسبوع او مرة اسبوعيا كما قال السيسي يجب الانتظار مدة لا تقل عن اسبوعين بين عمليات التبرع بالبلازمة بحسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ضمن المشروع القومي للبلازمة الذي تشرف عليه الوزارة تتطابق هذه التعليمات مع ارشادات خدمة الصحة الوطنية البريطانية الان اتش اس كما يشجع الصليب الاحمر اصحاب فصيلة الدم اي بي التبرع بالبلازمة كل تمانية وعشرين يوم وحتى تلاتاشر مرة سنويا لانها البلازمة الشاملة الوحيدة التي يمكن اعطاها للمرضى من اي فصيل الدم التبرع بالدم لا يمكن ايضا التبرع بالدم مرة اسبوعيا او مرتين لابد ان ينتظر المتبرع مدة تلات شهور والمتبرعة الانسة اربع شهور حفاظا على سلامتهم بحسب تعليمات وزارة الصحة المصرية تمام؟ وهناك متطلبات اساسية يجب ان تكون لدى المتبرع ان يكون بصحة جيدة يكون النبض والضغط الدم ضمن الحدود المقبولة يكون درجة حرارة الجسم طبيعية يستوفي لحد الادنى للسن من 18 ل65 سنة يكون لدى المتبرع مستوى طبيعي مقبول من الهوموجليوبين في الدم لم تتبرع بالدم خلال اخر 6 شهور ده ردا على طرهات وتخاريف عبد الفتاح السيسي هنا عايز اقف مرة تانية وقول لكم الراجل عايز يمص دمكم ويبقى مشروع قومي انا مش بتكلم عن جدوى موضوع المشروع القومي بلازمة انا بتكلم عن ان هو شايف ان ده مصدر داخلي لكن انت كمواطن وبيقول له هجيب كام طب لو اتبرع مرة باصس للناس في دمهم عبد الفتاح السيسي يحمل لكم كل المشاريع اللي قيمة عليكم انتو بما فيها انك تبيع دمك بعد ما يخلى الناس تبيع اصواتها وارادتها وبطيقها والناس اللي واقفة دلوقتي في المايدينة علشان الكرتونة عايز يخليهم يبيعوا دمهم انا بصراحة مش عارف اقولي هو لو قاعد كمان شوية هيبيعنا ايه هو بقي عندنا ايه تاني يتبع ايه اللي لسه ماتبعش عند المصريين مصر 29 مليار دولار من الديون مستحق في عشرين واربعة وعشرين لازم يدفعوا لا استعرض الاخبار وانا بقولها مصر عاصف التشاؤم تخيم على قطاع الاعمال عشان البي اللي بيرشح نفسه عما يقول كلام هرتلة ازمة الديون بتهدد بحزف مصر من مؤشر مورجن للسندات ده مؤشر بيقول ده مؤشر سوق السندات لأي بلد بيتم تقييمها على اساس الامن بلد امن ولا مش امن فاحنا في مصر خرج من عندنا عشرين مليار دولار استثمارات وما رجعوش دلوقت المؤشر المؤشر تراجعنا فيه جدا وبيراجع موقف مصر واحتمال كبير يحزفها الامن مش الامن الامن اللي هو البوليس لا الامن المالي عندك استثمارات ولا ما عندكش النهاردة هختم بعض تصريحات من حوار عبدالله السناوي مع الاندبندنت عربي وده صوت من هناك بيقول لهم ايه البلد وضعها هش وعلى شفى الافلاس والسيسي يحتاج لمراجعة نفسه عبدالله السناوي بيقول ايه بيقول الانتخابات المعدة سلفا المتجهزة قبل كده يعني ستسحب من رصيد الشرعية والشعبية وشعبية النظام الحالي في مصر لا تحتمل اي تنافس حقيقي تنطوي منافس يعني ايه كمان بيقوله عبدالله السناوي لدينا في مصر افراجات عن مؤتقالين واخرون يدخلون في التوقيت نفسه وهذا اساءل السورة العامة دي مصر وده حلها لا يخفى عليكم بلدكم امانة في ايديكم تقدروا تحراروها تقدروا تطهاروها تقدروا تنظفوها من كل زيف من كل مجرم من كل واحد بيخوفكم بالترامدول وبكيت البنجو السلام عليكم في امان الله اشتركوا في القناة